بسم الله الرحمن الرحيم ومسختها الماضية وصفاء للبطل المنتخب السينياني هي البداية وأكيد الفوز أحسن بكتير من أنك تقدمت مباراة مش حلوة فنياً وكمان فقدت نقطتين على أرضك في وقت كان منتخب ملاوي كسب إثيوبيا فكانت هتتعقد الأمور وهتزيد الضغوطات أكتر ما هي ممكن تكون موجودة دلوقتي فانتصار مهم ثلاث نقاط مهمة موجودون الآن على قمة المجموعة قبل مواجهة إثيوبيا ولكن بكل تأكيد المنتخب يحتاج إلى تطوير على ناحية الهجومية والناحية الدفاعية هل ده ممكن يكون كان يحصل في خلال ست سبعة أيام معسكر منتخب؟ أكيد مش سهل لكن تعاوني نتكلم في تفاصيل كثيرة جداً في حلقة النهاردة عن هذه المباراة بعد ثوان قليلة في المانش أهلاً بحضراتكم مرة تانية فاز منتخبنا الوطني على منتخب بغينيا البداية دايماً بتكون مهمة والأهمية بتكون أكيدة على مستوى النتيجة بما أنها مباراة رسمية وتاني حاجة تبدأ تتكلم على المستوى المستوى أكيد كان واضح بالنسبة لنا كلنا أننا مش راضين مش مبسوطين بدليل أن حتى الفوز تأخر واحتاج إلى تصويبة ضعيفة تخبط في جسم اتنين مدافعين فتتحول في شباك الحارس متوسط المستوى فده بيعبر عن حالتنا الهجومية النهاردة فرص قليلة بطء كبير أوي في بناء الهجمة دفاعياً عندنا مشاكل فتهدد مرمانة في أكتر من مناسبة منطقة نص الملعب فيها مشاكل اللعيب اللي ممكن يحركك للنص الهجومي ما كانش متاح بالنسبة لنا النهاردة لكن في النهاية كسبنا أنا أول ما حققنا هدف التقدم قلت كويس كتبتها على تويتر كويس انتصار أحسن من أي حاجة فالناس زعلت أوي أصدق يعني أنه ده المهم لا المهم طبعاً الفوز دلوقتي يعني في بداية مشوارك متخيل مثلاً كنت النهاردة تتعدل سلبياً بهذا المستوى قدام منتخب غينيا وتبقى الماتش الجاي رايح تلعب مع منتخب إثيوبيا في ملاوي فانت رايح بره أرضك مضغوط بنتيجة المباراة الأولى فبالتالي تزيد الضغوط في حالة تحقيق نتيجة غير إيجابية هناك تاني فأساساً ممكن ما نتأهلش البطولة طبيعي جداً أن احنا نفرح النهاردة أو يعني على الأقل ما نبقاش محبطين بما أننا ما تعادلناش لكن في الظهور الأول للكابتن إيهاب جلال منتخبنا الوطني فاز لم يقدم المستوى المرجو منه عنينا من بعض البطء أو من العديد من الدقائق اللي أهدرت في بطء شديد في التحضير عنينا في فكرة الربط ما بين خط الدفاع والهجوم عشان نوصل لخلق الفرص كان في بعض الإيجابيات الطفيفة أو مؤشرات لها إن كان فيه شوية جمل هتتحقق أو كنا بنحاول إن إحنا نعملها سواء على الأطراف تحديداً ناحية اليمين عمر جابر ومحمد صلاح أو على مستوى عمر السلية لما كان بيلعب كرة طولية وهو متميز جداً فيها أو على مستوى الكرة اللي هي حسيت إن هي مرسومة مرسومة يعني اللي هي ضربة ركنية تتمرر صلاح يضم تروح ملعوبة لواحد من عمر السلية لزيزو دي كانت شكلها حلو وكانت واضح إن هي جملة متفق عليها تحسن أداء منتخبنا شوية مع التغييرات اللي حصلت لما نزل واحد كوير شوية زي محمد مجدي أفشة زي إبراهيم عادل فالدنيا نشطت خروج تريزيجي من بداية المباراة قبل انطلاقها بسبب إصابة بعد ما كان موجوداً في التشكيل الأساسي ونزول أحمد سيد زيزو ربما غير في أفكار إيهاب جلال أحمد سيد زيزو لم يقدم المستوى أو المردود المنتظر منه لأنه أساساً مش مكانه هو جناح لكن بيلعب ناحية اليمين وأكيد مش هيلعب ناحية محمد صلاح فلاعب ناحية الشمال ففقدنا جبهة فيها أيمن أشرف هجومياً ليس باللاعب الهجومي اللي ممكن يعملك عرضيات أو اللي ممكن يعمل يعني أوفرلابس مثلاً مع الجناح اللي أساساً ما بيلعبش في مكانه فكنا فقدين دي بكل تأكيد المستوى غير مرضي وبكل تأكيد الأجواء دي الجماهيرية اللي موجودة في الأستاذ لم تكن مرضية قد يكون لها مبرر إن هي بداية حقبة فبالتالي الناس بتبقى مترقبة حريصة بتبقى عادة في البت تتفرج الأول قبل ما تروح الأستاذ وإن كنت أنا أفضل دائماً الذهاب إلى الأستاذ لو عندك القدرة ولو عندك الوقت لكن في الآخر الناس بتبقى عادة مترقبة أنا محبش في الآخر إن منتخبنا الوطني في بداية المشوار يكون العدد مش كبير بالشكل ده لما يكون مسموح بأربعين ألف تذكرة السعة القابلة لحضور الجمهور النهاردة ونلاقي العدد الزميلي بعض الزملاء قبله وصل لعشر تلاف أنا لا أعتقد إنه عشر تلاف خالص لكن يعني لو كنا قلنا إنه بالكده يعني خمس تلاف مشجع فإحنا كنا محتاجين دفعة أكتر الدفعة دي ممكن تحصل إزاي أعتقد يعني لو ممكن أقول نصيحة يعني إن إحنا ممكن طلاب الجامعات أنا فاكر وأنا في الجامعة كانت في أسر أيام الجامعة مش عارف موجودة دولة الأسر ولا لا أعتقد لسه موجودة يعني كانوا بيجيبوا لنا تذكر نروح نحضر ماتشات المنتخب وكان فيه تخفيضات بتحصل لطلاب الجامعات فمحتاجين نزود الكسافة في الماتشات اللي بنلعبها هنا على ملعبنا خلال التصفيات عشان نزود شوية روح عشان اللعبة تفوق معنا وعشان الكابتن إيهاب جلال يفك التكشيرة المبكرة أرجوك ما تكشرش من بدري كذا كابتن إيهاب عارف أنك أكيد محتاج أنت كمان الدعم ومحتاج كمان أنك تشوف أفكارك بتطبع على أرض الملعب وإن كنا ننتظر منك أيضا سرعة سرعة في تنفيذ الأفكار سرعة في نقل الهجمات سرعة في البناء علشان في الوقت اللي كنا بنبني فيه الهجمات على مستوى البكين أو الاتنين المساكين كنا بنلاقي منتخب غينيا رجعت رصة الرصة الحلوة بتاعته الأربعة واحد أربعة واحد أو أربعة أربعة أتنين لما نبي كيتا بيخش مع المهاجم تاني فبنلاقي الفرقة ترصت فبنلاقي إن إحنا وصلنا لمرمة منتخب غينيا ما كانش بالكسافة اللي إحنا محتاجينها آه كسبنا في الآخر وده أرجع أقول وما تزعلوش مني الناس اللي بتقفش بسرعة لما أقول إن إحنا كسبنا في الآخر ودي حقا كويسة لأن إحنا كسبنا وهذا المنتخب أكيد أكيد سيستمر دعمنا له وأكيد هيستمر تحللنا لبعض الأخطاء إحنا على النحية الدفاعية النهاردة الحدد ديها 85 قبل ما نسجل هدف التقدم والفوز اتهدد مرمانة بأكتر من مرة بتكلم هنا على لقطات كورات عرضية من الفولات اللي على دول منطقة الجزاء بتكلم على منتخب غينيا اللي اعتمد من خلال ديوارا موديله الفني كابا ديوارا إن هو يلمك ناحية اليمين أو الشمال ويروح مفضي نص الملعب بشكل غريب قوي في لقطة تكرارت ثلاث مرات واحدة اتشاطت وحفت جنب القايم واحدة تانية كانت خطيرة برضو لكن عرفنا إن إحنا نردها فلا إحنا برضو على المستوى الدفاعي بما إننا العناصر اللي في نص الملعب دفاعيا أكتر منها هجومية بتكلم النهاردة على إمام عشور على حمدي فتحي على عمر السلية فمحتاجين إن إحنا نبقى أكثر تماسكا في ناحية الدفاع كل ده هل ممكن يتطبق في أول مباراة بعد أسبوع من معسكر أكيد مش سهلة يعني يا جماعة وأنا عارف إنه ده كله هنبدأ نعمل مقارنات مع كارلوس كيروش مع ما نهينا بيه المنتقب ما نهينا بيه ما كانتش أحلى حاجة لكن كنت تحس إن فيه يعني روح وكنت تحس إن فيه شوية حاجات كويسة كنا بنحس كده ففكرة إن إحنا نقعد نبص على كارلوس كيروش ونقول يا فين أيامك كارلوس كيروش مش حلوة على أقل يعني في أول أيام المنتخب في المرحلة الجديدة مرحلة إيهاب جلال فإحنا محتاجين الأيام اللي جاية نبقى فيه أفكار أكتر فيه تدريس أكتر لكيفية الانتقال بالهجمة بشكل أسرع النهاردة في آخر المباراة شفت كم هجمة كده تعملوا بتمريرات سريعة بنتنقل بيها بنروح اللمسة الأخيرة اللي بتوصل المهاجم كان عادة فيها مشكلة عادة فيها مشكلة سواء من البكين أو من لعبة خط الوسط محمد صلاح أكيد الناس هتتكلم أكيد على مستوى محمد صلاح مع المنتخب لكن هو ربما كان زيه زي أغلب لعبي المنتخب مقدموش المستوى الرائع لكن كانت فيه محاولات سواء في وجوده بجوار مصطفى محمد وعمر مرموش أو في وجوده ومصطفى محمد وإبراهيم عادل أو حتى في البداية لما كان أحمد سيد زيزو ومرموش في النص ومحمد صلاح الذي لم يتغير مكانه واللي لم يسدد إلا تصويبه على مستوى الفولات وعمر مرموش شط وحدة وكانت الحياة خطيرة إنما ما كانتش في زاوية أوي فلم تغالد حارس المرمى فوزنا في النهاية تحقق الانتصار الأول ثلاث نقاط بلا تصدر بها المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 المقامة في كودفوار في السنة المقبلة وده بعد المباراة شهدت انتصاراً لملاوي على إثيوبيا بين التاتيجة 2-1 والأهداف الثلاثة كانت من ضربات جزاء مبروك لمنتخبنا مبروك للكابتن إيهاب جلال المستوى تحسن في الآخر والهدف جاء في النهاية وتحقق الانتصار تعالوا نستعرض تشكيل منتخبنا الوطني النهاردة الأساسي في أول مواجهة للكابتن إيهاب جلال أو حتى على صفحتي نفس السؤال هاستنى تعليقاتكم عليه تشكيلنا كان كالتالي محمد أبو جبل حرسة مرمى المنتخب في غياب الشناوي للإصابة بكورونا محمود الوينش وياسر إبراهيم كقلبي دفاع مع المنتخب عمر جابر وأيمن أشرف على الطرفين خط الوسط حمدي فتحي في النص عمر السلية على يميني أو إمام عشور على يميني عمر السلية على يساري إمام عشور هو اللي بدأ النهاردة مش تريزيجية زي ما توقعنا بالأمس إحنا توقعنا تريزيجية يعني أصد في المقدمة محمد صلاح وكان المفروض تريزيجية لكن تعرض لإصابة في بداية المباراة واضح أنها فيها شد وعمر مرموش هو اللي بدأ أساسيا ناحية المهاجم في مركز المهاجم الصريح أول مهاجم اللي هو إيه آه هو مهاجم الصريح أكتر منه وهمي حتى قبل ما تحصل التغييرات اللي كانت متأخرة نوعا ما وكان أول تغيير مصطفى محمد لما نزل مكان زيزه فتنقل عمر مرموش ناحية الشمال ومصطفى محمد يعني برضو بإمكانياته البدنية بيخلق شوية تحركات في نص الملعب بتكون إيجابية وهو بنفسه لسجل وده هدف أول لمصطفى محمد بعد فترة غياب سواء في تصفيات كاس العالم المرحلة الأخيرة أو في بطولة أمم إفريقيا اللي كنا فيها بيغلب علينا الطابع الدفاعي بكل تأكيد طبعا تدريجيا خرج إمام عشور ونزل الأفشة خرج كمان من عمر مرموش ونزل إبراهيم عادل وكانت محاولات كلها لزيادة الجانب الهجومي وفلحت في النهاية بهدف من تصويبة استضمت بدفاع المنتخب ألغمي طيب قبل ما ندخل في تفاصيل أكتر عايز بس أقولكم أنه وإحنا خارجين من ملعب المباراة محمد صلاح كان خارج بيزك ودي غير متمئلة شوية يعني أنه يا رب تكون بسيطة لكن إحنا كاميرا الماتش رصدت من خلال المدرجات محمد صلاح وهو خارج من الملعب وهو بيزك زكة كده خفيفة بس كانت واضحة بالنسبة لنا فإن شاء الله تكون بسيطة وهنتطمن على محمد صلاح خلال الدقائق المقبلة من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني تعالوا نروح للكابتن طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق كابتن طارق أهلا بك منوارنا حبيبي هوني أخبارك أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام حبيبي مبروك الفوز لمنتخبنا الوطني وإن كان أكيد فيه تعليق على مستوى المنتخب في البداية لكن أحب أسمع منك بشكل كامل يعني بداية طبعا نازم نبارك لمنتخبنا وجماهيرنا وبلدنا على أول فوز إن شاء الله في طريقنا التصفيات تأس الأم الأفريقية نبارك للجهاز الفني أول مباراة مع هذا الطريق مش عايز أقول الفريل جديد لأننا ما شفناش لسه عناصر جديدة يعني أو طرق لعب جديدة لسه ما نقدرش نحكم عليها فكن هذا كان يمه جدا الفوز لرفع المعنويات لإستخاذ الثقة وأعتقد ربنا الدالوف كمان في توقيت مهم جدا وبل عشر قد نفريقه يا طريق غنيا من سرق المحترمة للمنظمة اللي هو برضو عندها بعض اللعيبة تلعب على مستوى عالي في دوليات عالية فأعتقد المكسب النهاردة هيددينا دوافع كتير جدا في الفترة اللي جاية هيددي ثقة للجهاز الفني هيددي ثقة للعبين للرجوع تاني لانتصارات رغم إن احنا كنا كل الموشيات اللي كنا بالعامة حتى لما كنا متعادل كنا بنكسب بضربات الجزاء معنا طبعا آخر وراه معنا في نغال ما كانش من غير ضربات الجزاء وكافي الأمم الأفريقية اللي اخسرنا كان بدربات الجزاء لكن في النهاية أقول النهاردة مبروك لمنتخبنا بداية مش وحشة لكن مش حلو مفهوم نحن كنا متوقعين كنا متوقعين الأداة يكون أفضل شوية يكون فيه فرعة أكتر شوية لكن المكسب النهاردة كان مهم جدا لعادة ترتيب الأوراق من أول وجديد لمنتخبنا إن شاء الله طيب مين اللي لفت نظرك النهاردة أو ايه أهم ممكن يعني اللعبات اللي عجبتك حسيت أن فيها شغل مدرب كابتن طارق بص عشان نتكلم صريح يعني أكتر اللعبين النهاردة يعني فيها عشوائية شوية يعني حتى طريقة لعب السكابنجلال إهاب جلالي اللي إحنا عارفينها بيبدأ بداية بلدأ من تحت وبيشتغل من تحت ما تعملتش النهاردة كتير لأن طريق كان ضغط عليك بشكل كويس غير كده برضو لسه اللعيبة ما خبتش على طريق اللعب لإنه أكتر اللعيبة خصوصاً لتلعب في عمرهم ما تمرنا مع الكابتنجلال ودي نقطة مهمة جداً كل الأربعة هو عمر جابر بس الوحيد اللي تمرنا معاه فمش عارفين لسه طريقة اللعبة بتاعته اللي كان بيتميزه دايماً عن كل الفرق اللي هو كان مسيكاً وعن كل فرق بالدور اللي إحنا كنا بنشوفها أنه هو بيحب يلعب من تحت بيكون فيه لمسات لكن الأمور الفردية هي اللي كانت لها العامل المؤثر يعني كرة ممكن خلاح يروح بيها ضربة سابتة الحاجة الوحيدة التاكتيكية اللي شفتها كورنر عملناها أكثر من ثلاث مرات يلعب الكرة الضرة وواحد يدخل في 18 عشان ياخد الوان ثري هي دي ممكن أكتر جملة تاكتيكية كانت واضحة قدام الناس كلها لكن جملة تاكتيكية من خلال اللعب أو جملة تاكتيكية متحركة أنا شايف يعني ما كانت أكتر اللعب عشوائي طيب بعد نزول محمد مجدي أفشا وإبراهيم عادل نص الملعب تحرر شوية على النحية الهجومية ما قدمش المستوى اللي هو اللي خلنا نقول الله تحسننا لكن فيه تحسن نوعاً ما حصل تتفق؟ فيه ما تتفق معك جداً فيه تحول يعني أو يعني فيه تحرر نسبي أو فيه كمان يعني الأفضلية كثيرين أحسن لأنه فيه اللي اتنين لعيبة بيعرف يحطوا الكرة تحت رجلهم أيو بيعرف يشتغلوا واحد على واحد بشكل فويس كذا كرة كان أفشا عاوز يعملها البينيات أو الحاجات التلات في العمق لكن برضو لازم لازم نشوف فريق الغيني الفريق المحترم الفريق المنظم اللعيبة ورهيبين من بعض خطوطهم ورهيبة من بعض فأنتم تلعيبشوا منتخب صلاية لكنا نتكلم النهاية مع احترامي وتأديل لكل المنتخبات الثانية تمت معاست لنك اندوت أعطاك انده أقوى فريق فيه تمت معاست فأنا أعتقد المكسد هيغطي على حاجات كتير جداً لكن لازم طبعاً نهاية وجهازه الفني هيقعدوا ويحللوا ويشوفوا ايه النقاط القوة اللي احنا نشتغلنا عليها ونقاط الضعف اللي احنا عندنا والنقاط السلبية اللي كانت ممكن تخسرنا مبرازة ينهاردة لان فيه ورد وجملة تكتكية اتعاملت من غيني كان ممكن ممكن ناخد فيها هدف القراء اللي اتعاملت على الثمنتاشر والرجال حطها بطن رجله بدون اي رقابة او بدون اي مضايقة من اي مدافع في مصر ونحن بنلعب بثلاثة في مصر ونلعب بثلاثة في مصر فلازم واحد يكون دايماً واقف على الثمنتاشر علشان الكرة اللي هي خارج الثمنتاشر اللي هي تبقون مينة مش اكتر انا كان شايف في البداية كان في تحفظ اللي تكتنهاد بيلعب بثلاثة في مصر بلعب ثلاثة طبعاً كتير على منطقة بنصر بوجه نظر يعني وخصوصاً بتلعب على ملعبك كنت لعب بقربك حتى لو كان النين موجود كان حيخرج واحد من الثلاثة حق بفتح يا اما عمر السلية يعني ما كانش هيبقى فيه جديد يعني يعني ما كانش هيبقى فيه حد زيادة او امام عشر لكن في النهاية مكسبنا مهم جداً بداية انتصار جديد بداية قوية للكابت النهاب جلال ان شاء الله كتيرنا وصاقه في اللي جاي وكلنا هنبقى في ظهر وكلنا هنبقى معه ان شاء الله اللي جاي ولو منتخبنا يرجع أفضل وأفضل بإذن الله بإذن الله كابتن طارق انا بشكرك جداً على وجودك معنا وبحييك كمان على اراءك وطريقة عرض الرأي خديني نرجع لتشكيل منتخبنا الوطني مرة تانية علشان هي طريقة 4-3-3 دي مش الغرض منها دائماً الدفاع يعني لكن مستوى الاتنين اللي بيكونوا حوالين اللاعب اللي في النص بتكلم هنا على عمر السلية وعلى امام عشور وطريقة تأديتهم لدورهم لأنه المفروض أن امام عشور ناحية اليمين وعمر السلية ناحية الشمال كل واحد منهم بيكون مواقف هجومية بتوصلنا لمحمد صلاح وعمر مرموش بسهولة وبيزيدوا فبنزود الكثافة الهجومية لكن ما لحظتوا النهاردة أن مثلاً امام عشور كانت وقفاته في طريقة 4-3-3 لا مش هي دي أعتقد اللي ممكن تبقى مستنيها منه أنه دايماً بيكون يعني فيه واحد بغطي بينه وواحد غيني مغطي بينه ما بين اللاعب اللي معاه الكرة من منتخبنا لأ انت لازم في لقطات زي دي تكون بتظهر أكتر وحمدي فتحي هنا بيكون لي دوره وكمان إن هو يكون حلقة الربط ما بين مثلاً عمر جابر وهي الكرة معاه وإمام عشور اللي بيحرك بعد كده محمد صلاح ونفس القصة بالنسبة لعمر السلية مع حمدي فتحي وأيمن أشرف وزيزو دي افتقدناها وبالتالي ده كان سبب إن شكلنا الهجومي من خلال لعيبة خط الوسط وحش يعني مش حلو في الشطة الأول فبالتالي نزول واحد زي أفشة يغير الشكل لأنه كرة مختلفة وجوده في العمق بيختلف شوية لأنه بيزود لك الكسافة الهجومية فأنا شايف إنه التلاتة دول إمام عشور حمدي فتحي عمر السلية كتوليفة يعني مش هي الأمثل على مستوى أداء النهاردة يعني أداء النهاردة بيقول إن مش دي الأحسن ومعتقدش إنه ده هيكون السلاسي الثابت لكن الكابتن إهاب جلال من حقه نجرب لم ياخد مباراة ودية واحدة قبل أن ياخد المباراة الرسمية وفي النهاية فاز في مباراته الرسمية الأولى واقتنصنا ثلاث نقاط وتخيل حلنا كان هيبقى عامل إزاي لو كنا متعدلين في أول مباراة فعلى أقل نعرف نتكلم وإحنا أهدأ وإحنا بنبص لقدام إيه الكويس اللي عملناه وإيه اللي محتاج تعديل دفاعي أو هجومي قبل ما نشوف رأي حضراتكم لما نزلنا الشارع مع الزميل مصطفى الراس اختاروا نرحب بنجب من نجوم المنتخب الوطني السابق الكابتن حمادة طلبة كابتن حمادة عاش من سمع صوتك وحشنا عبيب يا كابتن أستحق لك أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله أخبارك إنت إيه؟ كابتن حمادة فقدنا الاتصال بالكابتن حمادة هنرجع له مرة تانية لكن قبل ما نرجع للمكالمة تعالوا نشوف رأيكم أنتم كان إيه؟ في أداء منتخبنا النهاردة والفوز على منتخب غينيا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد كل التحية ليك زي منا العزيز هاني حتحوت وكل التحية لمشاهدي ألماتش على شاشة صدق البلد منقول مبروك لمنتخب مصر الفوز على منتخب غينيا في أولى اللقاءات الرسمية لتصفيات أمم أفريقيا عشرين تلاتة وعشرين للفوز صعب وفوز طبعا أحرزه نجمنا المصري طبعا مصطفى محمد اللي كان بديل كفء طبعا في إطار التبديلات اللي أجرى كابتن أهاب جلال وبغض النظر طبعا عن المستوى الفني المتفاوت في هذا اللقاء دعنا الآن ننقل يعني رؤية الجمهور المصري اللي ساند النهاردة وشجع منتخب مصر شفت إزاي اللقاء النهاردة من خلال وجهة نظرك والفوز في أول نقام هو والله اللولة التبديلات ما كناش كسبنا يعني الأداء ما كانش أحسن حاجة واللولة التبديلات اللي حصل عامة أخارة ومبراهيم عادل وقفش لما نيزة حرك الدنيا ما كناش كسبنا بس اللولة التبديلات يعني إن شاء الله الأداء الفترة جاي بقى أحسن أول ما تشوفها مش هننتقد جامل جهاز فن جديد واللعيبة لسه بتنضمن لا أنا راي أنا راي عاب جلال مدير فني مميز بيدعب كرة من تحت إن شاء الله مع الوقت المنتخب يبقى أحسن وإحسن إن شاء الله أبرز اللقاء اللي شفتها في الماتش والله الحمد لله أفشى لما نازل غير الملعب بسم الله ما شاء الله يعني حاجة محترمة هي التبديلات هي اللي غيرت الماتش كلمة السر في الماتش قولي النهاردة شفت اللقاء إزاي بوسي الكاميرا والله والأداء ما كانش أحسن حاجة بس إحنا من أنتنظر من استنظر من الكابتن آب جلال بالأداء يتحسن بعد كده وإحنا إن شاء الله مستوى الزري وإحنا في جنبه وإن شاء الله يعني المصرف تقدم إن شاء الله إحنا مع الناس اللي بتتكلم عن المشاندة وبتقول دايما نساء المتقر الحمد لله على المكسب أولا والحمد لله وإن شاء الله اللي جايه أحسن ثاني أنا عايزة سيبك مع عدم الاحتفالات دي مش مبسوطة بالأداء قوي بل وحللت إن مستوانا تحسن مع التغييرات وفي نفس الوقت عارفين إن هي أول مباراة وبيحتفلوا بالفوز فيعني حللوا كل حاجة بهدوء شديد يعني بحييكم والله مبروك الفوز لنا كلنا لكن أكيد بننتظر تحسنا وبننتظر شكل وجملا جيدة لمنتخبنا الوطني في اللقاءات المقبلة وإحنا وراكم طول الوقت وأنا عندي رسالة للعيبة بس مش للمدرب بقى أو للجهاز الفني اللي أكيد هيشتغل على ده لكن شوية اظهروا شوية من لو إحنا سريعين إحنا عايزين نعمل كورة إحنا عايزين في محاولات تنفيذ أفكار لكن إحنا عايزين شوية سرعة البطء الشديد ده عنينا منه شوط الأول كنا أنا ابتكرت سورة كابتن حازم إمام محمد بركات وهم بيحضروا مران المنتخب اللي هلتنا عاملين كده إحنا كلنا كل يومين عاملين كده في الشوط الأول وشوية كتيرة من الشوط الثاني فوقونا شوية خدونا نحس إن إحنا يعني ده كله هيرجع الجمهور وده كله هيخلي الحماس والشغف موجود في تشجيعكم ده دور عليكم إنتوا كمان كلاعبين منتخب فإنسوا أي انكسارات سابقة وركزوا مع المستقبل وابتسموا شوية يعني خليكم كده فايقين شوية وإنتوا بتلعبوا كورة تعالوا نرجع على الكابتن حمادة طلبة مرة تانية كابتن حمادة أهلا بيك أهلا بيك يا سيدنا حضرتك وإنت كمان والله يوحشني ومبسوط إن أنا بس مع صوتك وإقول لك مبروك فوز منتخب النهاردة طب نتخليك كابتن تاني وبقول الحب لله طبعا نكسب النهاردة وطبعا نكسب مش الناس كلها بس موفقة إن شاء الله لكابتن عاب طبعا إذا عاوزنا عوزونه طبعا الراجل التي هتكلمت لسه بتكلم إن شاء الله لنتابعك آآ بتتكلم اللي الراجل لسه برضو ما عملش كمبارات ردية آآ مثل المنتخب السطرة أو العيلة طبعا آآ بدأ يعمل تهوليفة على قد المباراة بس يعني نحمد ربنا طبعا لنقشب النهاردة آآ بس أنا اللي هي تعاقيد بس إن انت لنهاردة تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة لا ينفعش لعب من غير التبايتر آآ المنتخب بصعبة جدا آآ الثلاثة اللي هي تتكلم عليهم في نص الملعب لازم يبقى لهم بدور هكومي صح لازم انك وبتلاعب حمد بس النهاردة اللي بأزم اللي بين له قدامه زي إمام وزي مثلا آآ كانستولية لازم لتن يهجمه ويرجعه مع بعض لأ أنا شاهد النهاردة المتخب آآ على لعد مباراة آآ نقول الحمد لله طبعا عن المكساب بس مرمش رضي النفس الله والرضي النهاردة بجمهور نصري بس الدور الإعلام اللي هو إن شاء الله يقف زمد المتخب دي الداية وإن شاء الله بإذن الله كابتن أهاب يقدر يحفظ اللعبة طريقة لعبه وتمنى له طبعا التوفيق إن شاء الله في خطر الرجاب من السلاسي اللي شايفه الأنسب لو هنبدأ نلعب بطريقة ثلاثة في نص الملعب يا كابتن حمد من دوق القيمة اللي موجودة يعني بس آآ أنا أقول لك حاجة النهاردة طبعا هو معذور النهاردة برضو طبعا أنا كنت شايف النهاردة اللي هو زي هم هم تلات اللي موجودين يعني عندك حمد وعندك سلية وعندك أيوة الحتة اللي هو مولي وعندها الحتة التفاعية هو حد يلعب بس آآ طبعا الطريقة دي تلاسي تحفظ اللعبة بشكل كويس أيو ويبدأ يحفظ طريقة اللعبة بجاطة الكابتن أهب بس في الفتر اللي جاء إن شاء الله الكابتن أهب دخل عناصر كتير إبراهيم عادل أحمد عاطس النازل إن شاء الله بيشكل لها دور بإذن الله على المتخب وتمنى إن شاء الله هو طبعا الكابتن أهب بيحذر بيحذر من تحت نحن بيحذر كتير طبعا لسه أول مقراري عاوز أحفظ لعيبة لا كابتن أهب مدرب كتير وتمنى من الإعلام إن شاء الله اللي هو في غنبه ومقر مصر كله هو في غنبه إحنا بنطالب المدرب المنتخب المصري المدرب مدرب كويس مدرب شاطر أتمنى له طبعا التوفيق بإذن الله بإذن الله وأنا بشكرك جدا كابتن حمادة طلبة نورتنا وشرفتنا كالعادة نجم المنتخب الوطني السابق ونادي الزماريك بكل تأكيد أكيد نشوف المؤتمر الصحفي ماذا قال الكابتن إيهاب جلال وماذا قال كابا ديوارا المدير الفني لمنتخب غينيا منتخب محترم جدا منتخب كان عنده ثقة في نفسه وقت التحول للهجوم وإن كان ظهر ده يعني بعد منتصف شوط الأول تقريبا لكن ثابت على رجليه وإحنا سعدنا في ده من خلال بطء تحولاتنا وبطء بناءنا للهجمات طيب تعالوا نشوف الفيديو اللي ترككم عليه من شوية محمد صلاح خرج وهو بيشعر ببعض الآلام اللي حوالي الزحمة ده هيبنلنا دلوقتي هو إيه بيزك كان ماشي بيزك أهو هيجري دلوقتي بعد ما الدنيا بدأت تزدحم حواليه وخلاص داخل على النفاء فالزكة دي إن شاء الله هنتطمن هنتطمن من الكابتن إيهاب جلال ممكن تكون برضو إجهادي يعني ممكن يعني مش بتكلم على أنها ممكن تكون إصابة لكن ده المشهد اللي كنا شايفينه طيب ماذا؟ قبل المباراة بالمناسبة محمد صلاح كان حصل على تكريم من جانب وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة المصري الأستاذ جمال علام التكريم التكريم كان بسبب إنجازات محمد صلاح ونجاحاته الفردية والجماعية خلال الموسم المنقضي مع فريقه ليبر بول توج خلالها ببطولتي الكأس في إنجلترا إلى جانب طبعا الألقاب الفردية زي تتويجه بجائزة أفضل لعب في الدوري الإنجليزي من النقاد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه أفضل صانع أهداف أو صانع يعني لعب في المسابقة برضو فكان حتى بيان الوزارة المشترك مع اتحاد الكرة إنه فخر الكرة المصرية محمد صلاح وإنه دايما الرغبة في إنه يواصل نجاحاته اللي بنفتخر بيها ونجاحاته كمان مع المنتخب الوطني بإذن الله طيب تعالوا نشوف ماذا قال كافة ديوارة المدير الفاني لمنتخب غينيا الفريل محترم جدا قال إيه بقى قال إن وجد نظري إننا قدمنا مباراة جيدة وحاولنا الظهور بشكل جيد ونسدد على مرمى منتخب مصر ولكن لم ننجح في التسجيل مستوانا مقبول خسارتنا تحزننا حاولنا التسجيل ولكننا لم نتمكن من ذلك كان هدفي الفوز بالمباراة قدمنا أداء جيدا واستقبلنا هدفا بسبب إصابة الظهير الأيمن اللي اسمه كونتي بالمناسبة قال حاولنا أن نهاجم المنتخب المصري ولم يحالفنا الحظ خلال اللقاء مستوانا أمام الفراعينة يعتبر تقدما كبيرا بالنسبة لنا لأن هناك عددا كبيرا من الناشئين الخطورة في المنتخب المصري كانت عن طريق محمد صلاح ولعبوا غينياء شعروا بالتوتر من محمد صلاح يعني وجوده في المرعب واترهم واعتقد دي بتبقى من النقاط المنطقية جدا ومن أهم مميزات وجود واحد زي محمد صلاح في فريقك يعني قال أنه ليس من المفترض أن يركز المنتخب المصري على محمد صلاح فقط عندهم لعبون مميزون آخرون قادرون على التسجيل ياريت نسمع النقطة دي قال لا ألوم اللاعبين على الخسارة بالعكس أقدم لهم التهنئة لم يسجلوا ولكن قدموا أداءا جيدا وحاولوا التسجيل قال إن استقبال هدف في الدقائق الأخيرة غير عادل غير متوقع لن ألوم لعبي فريقي هدية كرة القدم وعلينا أن نتعلم من أجل التركيز في المباريات القادمة خلال التصفيات ليه جدنا تصريحات كابا دي وراء الأول قبل إيهاب جلل لأن لسه تصريحات إيهاب جلل ما خرجتش يعني يعني بيتكلم دلوقتي فنلخصها لحضراتكم خلال دقائق تعالوا وقبل أن نسيب المنتخب لدينا معنا أخبار كتيرة نقرأ شوية تعليقات من تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك صفحة صدق البلد وهي كالتالي المهندس راضي رزق بيقول مستوى متدني جدا كخطة لعب لعبة لا تملك أي إمكانيات فنية ولا لياقة بدنية لعب عقيم جدا سيء جدا وخسارة الأخصارة الوقت اللي ضعفي متابعة المباراة محمد عباس زيدان ممدوح الشاهد بيقول مفيش بصمة طريق الشفعي بيقول هو واللعبين واحد من عشرة بيتكلم على الكابتن إهاب جلال مختار بيقول صفر من عشرة لا حول ولا قوة إلا بالله إيه يعني يا أمجد أكيد لو قدامي فرصة أوزن التعليقات كنت أوزنها بس أنا بقرب الترتيب وكلهم بيهجموا عمري كمال بيقول قربوا يجبوا لي ضغط أبو علي بيقول أسوأ أداء وأسوأ منتخب أنا عارف أنه ده بيكون أحيان رد فعلا على أداء غير مرضي لكن هي بداية أنا مقتنع تماما نديل بداية ومش هنتحول لمنتخب البرازيل في خمسة أيام يعني فعلى أداء إحنا كسبنا والتحافظات تعالوا نقولها يعني يقولولنا إيه اللي ما عجبكش في المنتخب النهاردة جمال البخاتي بيقول كرة عادية مستوى مركز شباب محمود بيقول مستوى إيه حج ما تصلى عن نبي في قلبك كده من الآخر كده مصر دي عمرنا ما هنشوف منتخب مرعب زي الأول إلا لما ينصلح حالنا والجميل تتلغي طارق مو القفاص بيقول نفس اللاعبين ونفس المستوى حتى لو جبت أحسن مدرب في العالم أحمد فاتحي بيقول يا أخوانا الموضوع مش مدرب هو اللاعب لما هو والجنو يضيع ما للمدرب بالموضوع اللاعبين بتوعنا محالين فقط إحنا ضيعنا مفرادات النهاردة يعني كان في فرصة لعمر مرموش وعملها بالكعب جات في إيد المدافع وجات فاول أحدهم مضيطة الجزاء وصلاح صويبها في كانت افتقدت بس القوة التوجيه كان جيدا لكن القوة افتقدنا أبو شادي بيقول سيادة ربنا الروماني بيقول مركز الشباب شالشالمون أحسن منه عاطف وأبي يقول أنا لا أرى أو لا أدري أنتم تتحدثون عن أي انتصار ونحن نلعب الموضوع بستاذ القاهرة ونسجل هدف الفوسفل ديها 85 أبو يحيى الفئي لا جديد يذكر ولا قديم يعد اللي جاي أحسن أخير أنا هو يا أمجد كريم كريم الأسطورة والله أنت أسطورة يا كريم بيقول اللي جاي أحسن إن شاء الله حلو في شوية تفاؤل مستر تيلسون بيقول بعد ما تش منتخب مصر الشقيق أنا قررت أشجع منتخب إثيوبيا ما بيعجبنيش النوع ده من التعليقات خالص خالص بالمناسبة وأنا آسف لك يعني يا تيلسون حازم شرف بيقول مفيش جديد نفس طريقة اللعب مفيش تفاهم خالص لا جمل تاكتيكية ولا شط على المرمى ولا مهارات لعبة بالرأس ولا أي تمريرات عليه العوض طيب صبحي جلدن بيقول كيروش كان على حق إيهاد جلال جبر بخطر المحبطين لكنهم لم يكونوا على مستوى المهمة عايشين بأداء غير جيد أنا عدلت بس معلش يا صبحي آخر كلمة حج محمد بيقول سمك لبن طمر هندي في منتخب مصر ربنا سطر وخلاص دمجدي منصور طيب هنرجع للتعليقات مرة تاني فيه من المناسبة أكاونت على فيسبوك هو اسمه إيهاب جلال ارحمنا ارحمنا أكاونت يا لسمك أنت مش إيهاب جلال أكيد مش إيهاب جلال هيبقى قعد دلوقتي يكتب لي تعليق وقف المؤتمر الصحفي فيعني ما تستفزش الناس لو أنت بتحب إيهاب جلال ما تبضلش كل شوية أنا أعتقد أن أصدها أكتر بأنك تشد فولورز يعني أو متابعين لكن لو أنت بتحب المنتخب وإيهاب جلال كفاية تعليقات بتاعت أوعدكم بإعادة جيل حسن شحاتة وإنجازات حسن شحاتة دي لأنه ده مش إيهاب جلال أولا ثانيا إيهاب جلال لو قرر يقول كده فهيستفز الناس هو بيقول على أي حال دلوقتي في تعليق بعته لنا محتاج دعمكم يا مصريين هندعمك يا شبيه إيهاب جلال بس اهد على إيهاب جلال لو سمحت طيب خليني مع حضراتكم نروح لبعض النقاط الأخرى لحد ما يجهز تصريحات الكابتن إيهاب جلال هيبقى معي كمان شوية الكابتن علاء نبيل نجم المنتخب السابق والمدرب السابق لمنتخبنا الوطني النهاردة كان فيه جلسات حوارية أنا لا أخفيكم سرا مش من هوات قوي اللوايح يعني طبعا بنذكرها علشان الأحداث المختلفة لكن هي مش أحلى حاجة يعني بالنسبة لي مش المجال الثالث اللي أنا حب أقرأ فيه قوي لكن لازم أقرأ فيه فالنهاردة كان فيه مؤتمر والمنظمة العربية للتطوير الإداري كانت هي بتستضيف من خلال المركز كامت للتحكيم جلسات حوارية الغرض منها مناقشة قوانين الرياضة مثلا التعاقدات ما بين اللاعبين والأندية مثلا الاستثمار الرياضي مثلا الأمور الخاصة بالنزاعات القضائية الرياضية ومين بنلجأ لي اتكلم قامات رياضية كثيرة جدا برعاية الدكتور أشرف صبحي اللحضر وبوجود النائب محمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ووكيل مجلس النواب والكابت محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كممثل للأندية الجماهيرية في هذا اللقاء إلى جانب جنسيات عربية عديدة ومن مختلف الجهات القضائية الرياضية فكانت الجلسات حلوة أوي وكانت مسمرة وده أول يوم في جلسات بتستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الجلسة دي هاتكلم عن تفاصيلها كمان شوية على أبرز بنودها يعني لكن خلال الجلسة كان تواجد الكابتن محمود الخطيب ووزير الشباب برياضة الدكتور أشرف صبحي فرصة ليجتمع الثنائي اجتماعهم بقى كان إيه الغرض منه؟ إن الكابتن محمود الخطيب يتناقش مع الدكتور أشرف صبحي في هذه الجلسة المنفردة أعتقد أنها كانت قابل الجلسة اللي جامعتهم على المنصة لكن تناقشا بحسب البيان اللي نشروا الدكتور أشرف صبحي ووزارة الشباب برياضة عن جهود المجلس في أعمال التطوير والإنشاءات المختلفة بالنادي لكن أيضا وده النقطة الأهم الملابسات المتعلقة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بين الأهلي ونادي الوداد وأقيمت بملعب مركب الخامس بأدار البيضاء دا جي أو نزل بعد ساعات قليلة جدا من بيان نشره الأهلي بيعلن فيه أن يوم السبت اللي جاي في مقر النادي الأهلي الساعة 12 ظهرا هيعمل مؤتمر صحفي كنا قلنا لكم عليه في نفس يوم أو تاني يوم بعد خسارة الأهلي من الوداد في النهاية قال أنه هيعلم فيه العديد من النقاط إيه اللي هيعلنه للأهلي؟ أكيد لم يقدم أو لن يقدم ولن يؤخر على مستوى نتيجة لكن ربما يظهر بعض الحقائق بحسب ما بيقول الأهلي وربما يصدر الأهلي قرارات ربما لكن تعالوا نستعرض ما علمنا أن الأهلي ينوي أن يوضحه في المؤتمر الصحفي يوم السبت المقبل أبرز البنود المتوقع الإشارة إليها هيك التالي الحديث عن إن إقامة اللقاء في ملعب غير محايد وسيتم الحديث عن الكواليس التي صحبت اتخاذ القرار من وجهة نظر الأهلي تبقى للمعلومات اللي جاناها ويراها الأهلي بها عوار وتحيز لطرف ضد طرف آخر أزمة التذاكر وعدم حصول الفريق على حصته كاملة بجانب تعنط الكاف ومنح الأهلي 2500 التذكرة فقط من أصل 10 ألاف تم الإعلان عنها بشكل رسمي استعراض المرسلات الرسمية للمحكمة الدولية وآخر التطورات في هذا الملف تقاعص بعض الجهات وعلى رأسها اتحاد الكرة في طلب تنظيم المباراة النهائية بجانب عدم مساندة الأهلي بالشكل الأمثل ومبكرا حيث حسب المصدر صار على الأهلي وحيدا في هذه الأزمة رغم أنه لا يمثل نفسه فقط معنا مدخلة كنا معنا على التليفون الكابتن رمضان السيد نجمة الكرة المصرية السابق والأهلي كابتن رمضان أهلا بك منورنا أهلا بك يا هاني تحياتي ليك يا هاني منور الدنيا وتحياتي ليك وحيشنا وبيقولك مبروك النهاردة الفوز الأول لمنتخبنا في الرحلة الجديدة والله طبعا مبروك طبعا يمكن أنا فائي النهاردة الحاجة الإيجابية الوحيدة أنه احنا حصلنا على التلات نقاط الحقيقة حلو دي الحاجة الإيجابية الوحيدة اه ايه بقى الباقي لا الباقي لا جديد يعني احنا شفناه النهاردة هو استمرارية الأداءنا مع كروش الحقيقة يعني اداء سيء النهاردة الحقيقة يعني انت النهاردة بتلع في ملعبك الباكين بتوعك في 90 دقيقة ايمن أشرف طلع مرة يعني المرة الوحيدة اللي طلع فيها أحراص نبيك منها هدف اه مفيش يعني لا صعب صعب جدا التلاتة اللي كانوا بلعب وردك الشهوط الأولاني الدبندرات ما حدش بيكمل يا هاني ما حدش بيعمل مساندات هجومية ما احنا برضك طوال الشهوط الأولاني صح احنا عندنا ثلاثة بس اللي موجودين بيهاجموا الحقيقة صح فلا اه كانوا منعزلين بشكل كامل منعزلين طبعا لأن الربط ما كانش موجود طبعا احنا يعني بص انا اقول لك حاجة هاني الناس على طول بتتكلم وبتقول ان اداء محمد صلاح مع ليفربول مش هو اداءه مع منتخب مصر اه يا جماعة ما تشوفوا محمد صلاح ده الناس بتلعبوا ازاي في ليفربول الناس فيه تجانس ازاي وفيه ربط ازاي في التلت اللجومي وفيه ازاي بيضربوا من حليمين ازاي لا حاجات كتيرة جدا يعني انا بس بحط عذر اهان اللي هاب جلال ان الراجل بقى له مثلا ثلاث اربع طيام مع اللعيبة يعني صح لكن رغم ان هو يعني فيه ميزة عن انت لو كنت جبت مدير فن أجنبي ان هو حافظ اللعيبة عارف اللعيبة كلها اللي موجودة لكن هي المشكلة بقى ان انا اشتغل ازاي يعني الوقت اللي انا هشتغل فيه مع اللعيبة عشان اطلع انتاج ازاي هداتع وازاي هاضغط وازاي ههاجم في التلت اللجومي وازاي الشغل بتاع اللي هربط دي في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال وفي الطرقات من العنق اعتقد الحاجات دي محتاجة يعني وقت شوية يعني لكن احنا انا بقول النهاردة الحقيقة ايجابية الوحيدة اللي موجودة في البراطة النهاردة ان احنا عصرنا على الثلاث نقاط الحقيقة محتاجين تنويع كمان في وقتها يعني الهجوم زي ما بتقول يا كابتان رمضان يعني محتاجين كثافة في العرضيات اكتر شوية لما مصطفى محمد حتى نزل ما كانش فيه عرضيات كتيرة زي ما بتقول نقطة الربط دي دي امور يعني امتى ممكن نبدأ نحس ان هي بتظهر يعني كمدرب انا بسألك امتى تحس ان البصمة للمدرب تبدأ تبان يعني انا في رأيي في خلال الفترة اللي جاية دي احنا اللاعباتنا مثلا موجودة المغارضة السوبيا مفروض تبقى شكلنا فيها افضل من هنا بكتير كتير لانك انت هتاخد مثلا حوالي اربع خمس وحدات تدريب الحقيقة ممكن اهاب جلالي يشتغل مع اللاعب اولا احنا النهاردة حتى يعني انت تتكلم يا هاني في غنية وفي مرعبنا وفي صدر القاهرة وهم اضعوا طلب فرص اه صح اضعوا طلب فرص خطيرة يعني يعني ازاي يعني طريقة ازاي بندفع وبددفع من 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 اهم الجزء في الملعب وبددفع ازاي والحاجات دي كلها محتاجة شغل ومدرب احفظ اخذ بالك الحاجة التانية ده انت بتتكلم في حاجة مهمة جدا انا لسه كنت بقولك قبل انت بتقول لعب موضوع مستوى محمد تعامتك راس حربة بلعب كرات العرضية بتعامل براس كويس مفيش ولا واحدة تلعبت يعني طب انت منازل مستوى محمد ما هيزبت بعرف امكانياته كمان انت ده موجود ليه اه الحقيقة اه يعني اداء محتاجين بس ان ده واحد انا مش عاوز اتكلم في سلبيات كتيرة قد ما بقول ان احنا يعني الحمد لله اللي احنا حصلنا على الثلاث نقاط اول مباراة نلعبها الحقيقة لكن في سلبيات كتيرة اوي اوي وفي سلبيات استمرارية الحقيقة اه على الاسف شديد انا انا بحس ان احنا بنمتلك لعيب الكرة اه كويسة لكن احنا كل المدربين اللي جوم في العشرة سين الاخيرة ما بيفكروش غير في النواحة الدكفائية اه يعني انا انا عارف ان اهاب جلال ان هو الكرة بتاعته في اه فيها النواحة الجومية بتاعنا بشكل كويس اه ده اللي مفروض نشوفه بقى لكن لو احنا استمرنا بنفس الاداء بتاع الخمس مدربين الاخر الحقيقة في الفترة الاخيرة لا ده احنا يبقى الشكل هي بوحشة اول حقيقة مفهوم كلام محترم جدا بشكرك عليه كابتن رمضان السيد على تحليلك العاقل والمتزن جدا في تصريحاتك بارك وافضل ما في المباراة ان احنا كسبنا لكن في ملاحظات سلبية كثيرة على ناحية الدفاعية والهجومية بكل تأكيد تصريحات الكابتن ايهاب جلال خلال ثواني هتكون موجودة لكن اقول لكم قبلها بعض التعليقات على الفيسبوك زيزو البرباري لازم يكون في روح قطالية عالية ولازم يكون في مهاجم صريح من بداية المباراة ويكون في صانع لعبة في وسط الملعب جمال السعيدي مباراة ضعيفة المستوى وبدون رأس حربة وبدون خطة محمد جمال عبد الحميد ماتش جيد في أول ظهور لإهاب جلال وده يعتبر تاني فوز لأول مباراة لمدرب مصري بعد الكابتن حزن شحاتة يعني تاني فوز لأول مباراة ان الكابتن حسين البدري هو أول مباراة كابتن حسين البدري ما كسبش مش فاكر كابتن شاو يا غريب ما كسبش مش فاكر بس يعني واضح ان انت معاك إحصائية انا مش متأكد منه محمود حافظ هو فيه تقييم من أول مباراة طب لمصلحة مين محاربة المدرب المصري ماشي مبروك للمنتخب الوطني في ضل غياب بعض النجوم عن الفريق مين أحمد شعبان أداء سيء جدا مفيش لعبة عملت صح اللعبة كلها أصلا محبطة جدا والإجهاد واضح وكالعادة منتخب مصر بدون مدرب مستعجل شوية يا شعبان فاتن البواب مباراة متوسطة المستوى والمهم النقاط الثلاث وإن شاء الله القادم أحسن متحة هراس أداء متواضع من جميع النواحي حتى ماشي ماشي أحمد الراوي بيقول أداء كويس والحمد لله ما طلعناش من المولد بلاحمص وسجلنا هدف وقل أبو إياد عملنا كل حاجة إلا لعب كرة القدم تامر يوسف مفيش كرة يا كابتن والنبي يلعب بخطة هجومية يلعب بثلاثة في نص ملعب في مصر أم البرة مصر هيلعب بسبعة طيب حسام الدين بيبرس للأمانة رغم البطء لكن الفريق على الأقل ليه شكل ومعروف طريقته عكس أيام كيروش صعب قوي قوي الحكم على إيهاب جلال دلوقتي مع العلم أن الفريق عنده أسباب كتير للأداء السلبي زي عدم التأهل لكاس العالم مخسرة الأهل بطولة أفريقيا مع كمان تلاحم المواسم زاوية أخرى تماما تناولة بها التعليق حسام الدين بيبرس محمود شوقي عايز أداء رجع الجماهير لازم الجماهير ترجعوا يا جدعان الخمسة ستة اللي بيحضروا دول قاعدين في المدرجات ما بيعملوش حاجة انتم بتقولوا إيه ده يرجعنا تاني للنقطة اللي اتكلمت عليها من شوية أوه محتاجين تواجد جماهيري أكتر ده ممكن إحنا إحنا كمسؤولين يعني يبقى لنا دور أكتر في ده بتخفيض تذاكر بتنظيم بتخفيضها حتى لفئات معينة من الشباب طلاب الجامعات طلاب المدارس بأن إحنا كمان المنتخب نفسه يقدم مستويات تخلي المشجع رايح هو مبسوط أو متفائل إنه يشوف مستويات جيدة أهداف حلوة فيحس إنه رايح يتفرج على مباراة يقول لنا روحة المباراة دي حضرتها فهي أعتقد محتاجة الطرفين طرف من تسهيل إجراءات دخول الجماهير وطرف آخر من الجمهور نفسه أكيد والطرف بقى بتعلعيب إنهم يقدموا لنا كرة كويسة عشان الناس تتبسط شوية طيب تعالوا نشوف قال إيه الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني بعد أول مباراة في قيادة الفراعنة قال إن الفوز على غينية مهم بين الشوطين لم أشعر بالقلق ولكني كنت مستعجبا ولا مستعجبا مستعجبا من أجل التسجيل قد اللاعبون قدموا أداءا كبيرا في المباراة وقدموا جهدا كبيرا رغم وجود بعض المشاكل لدى بعضهم مثل عمر السلية وحمد فتحي أي مشاكل هاي يقصد إصابات ولا يقصد مشاكل فنية ما توضحتش برضو لو زملائي يوضحوا لي هيوض قال هادي أول تسعين دقيقة ياخدها عمر السلية تمام أهو بيوضح في ساعته أنا أسف منذ فترة طويلة وحمد فتحي عائد من نهاء دوري أبطال إفريقيا وخسارة اللقب روح اللاعبين كانت جيدة في معسكر المنتخب خلال الأيام الماضية هم يستحقون الفوز ونسعى لاستغلال هذا الفوز في المباراة القادمة كلام عقلاني جدا قال لن أغير شكل منتخب مصر بشكل مفاجئ سواء في طريقة اللعب أو اللاعبين ضم عناصر جديدة سيكون بحساب بشكل تدريجي نسعى للحفاظ على الكرة بشكل أكبر لكن منتخب غينيا جيد وأكبرنا على لعب الكرات الطولية هذا سيفيد في وجود لعبين مثل محمد صلاح عمر مرموش تريزيجي مصطفى محمد ممكن أن يتم زيادة لعب أو اثنين على مجموعة اللاعبين قبل مباراة إثيوبيا وفقاً لاهتياجات الفريق قال لسنا سبب تعرض لعبين الإجهاد الإجهاد ممكن سبب الأندية كنا ندافع بشكل جيد تواضي المباراة مع عدف الهجمة الأخيرة لمنتخب غينيا في مثل هذه المباريات لا تتوفر فرص كبيرة وتسعى لإنهاء الهجمات في أسرع وقت مصطفى محمد نجح في اختراق دفعات غينيا بعد الدفع به في الشوت الثاني وشكل خطورة كبيرة على المنافس أصدق في محمد مجدي أفشا غاب عن المنتخب خلال الفترة الماضية ولكن أنا نصدق في قدراتي كلاعب وكان له دور مؤثر في المباراة بعد الدفع به متفق أنا إنني كان أشارك لو كان جاهزاً كان سيسمح لنا باستخدام أحد لعبي خط الوسط في مركز آخر دفعنا بأفشا في الشوت الثاني لأنه لعب زو نوعية مختلفة ويقدم كرة مميزة تحت الضغط قال إن إمام عشور قدم مجهوداً كبيراً كنت أريده أن يظهر بأداء هجومي أكبر وقدم أداءاً دفاعياً كبيراً واعتمدت على السلية وحمد فتحي لأنهم أصحاب خبرات كبيرة محمد صلاح قدم أداء ومجهود كبير في المباراة رغم الموسم الطويل الذي قدمه مع ليبر بول طيب معنا أخبار كتيرة أو يبقى بعيد عن المنتخب تخص الكرة المصرية عموماً الأندية المصرية بشكل نعام لكن تعالوا نروح إلى المؤتمر أو إلى الجلسات اللي اتكلمت عليها من شوية من خلال المنظمة العربية للتنمية الإدارية والحديث عن القانون والرياضة جلسات الجلسة الرئيسية فيها حضرها المستشار الجليل عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق في مصر على مدار سنوات طويلة كان شيخاً للقضاء إلى جانب الكابتن محمود الخطيب وإلى جانب النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب رئيس مجلس إدارة نادي السيراميكا في جلسات الأولى منها أدرها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي نستمع إلى أجزاء من هذه الجلسات ولقاءات ما بعدها ونكمل من خضرتكم في المتش يهدف هذا المؤتمر إلى توضيح أهمية العقود في المجال الرياضي وعرض مستجدات لوائح الاتحادات الدولية المتعلقة بها خاص عقود انتقال اللاعبين وعقود الوكالة والرعاية وكذلك عقود الاستثمار الرياضي وقواعد تسوية المنازعات أمام مراكز هيئات التحكيمة الوطنية وأمام المحكمة الرياضية الدولية نعاوز أدخل الرياضة قوة القرية وقوة النجع وقوة الريف ليه؟ لأن الريف ده هو الحقيقة منبع الكفاءات الرياضية اللي ممكن نستفل خبراتها الموجودة فيه عيال موهوبة لكن دور جوه القرية أنا طلحهم من بره إزاي؟ وما أكتشفهم إزاي؟ يمكن خروجه من بره القرية عشان يروح مكان تاني هو مش قادر عليه ومش قادر ينتسب لنادي يدفعه المتين ألف ولتوتيبين ألف جنيه فأنا بقول إن رحنا فكينا الموضوع ده عشان يبقى شركات صغيرة ويبقوا في على مستوى القرى وعلى مستوى الأباكن الصغيرة يمكن منها يطلع حد يبدأ يبان التنفسية النهاردة ما بقش التنفسية محلية بس النهاردة العالم كله تفتح على بعضه والتنفسية متنفسية عالمية وكلما زرتقي في التنفسيات العالمية كلما زادت تكريفة الوصول للمرتبة دي فمحتاجين أولا تمويل ومحتاجين تأهيل ومحتاجين تسويق ومحتاجين عمليات الإبداع اللي احنا نبدع مرة واثنين وثلاثة في كل المجالات كلها ده محتاجين أن نتكرر وأنا باتفق برضو مرة أخرى أن الكسب يدفع والمشيطة الرياضية اللي لا تهدف للربح يجب أن تكون لها معاملة خاصة حتى الجانب الرياضي لأبعاد طولز الموجودة أبعاد اجتماعية أبعاد تنموية وبعدين رياضة البطولة أنا هو لي صفة أخرى يعني رئيس المكتب تنفيذ الوزراء زملائي ووزراء الشباب ورادرة بتحت المظلة الكبيرة جمع الدول العرباء مستعدين لكل التعاونيات اللي نطرحها وكمان يعني في الفترة دي مصر بترقص الاجتماع الوزاري كله والرياضة استثمار كبير جداً أي صناعة وأي استثمار يجب أن يكون القانون يحميها والقانون يضع الأسس لنجاح هذا الاستثمار ويمكن بالنسبة للنادي الأهلي لفترة الأخيرة يعني شاهد استثمار كبير جداً من خلال تأسيس بعض الشركات اللي بشكر الدكتور أشرف شبح هي على تسهيل وتأسير هذا الأمر لأنه يعلم تماماً مدى أهمية الاستثمار الرياضي وبالتالي طبعاً الفعاليات المؤتمر الكريم إن إزاي برضو نحمي هذا الاستثمار من خلال القانون الرياضة أصبحت صناعة وأصبحت استثمار يعني مجرد اللمحة البسيطة اللي أشار إليها الأخ محمود الخطير عن حجم الاستثمار في نادي واحد داخل الجمهورية في وطن واحد من بلاد الأمة العربية بالمليارات طبعاً في أعلى المستوى العالم فانت إزاً أمام صناعة جديدة واستثمار جديد معالي الدكتور محمد أبو العينين عنده تجربة مهمة استثمر في هذا السوق الرياضي مع مجموعة ضخمة من الاستثمارات الأخرى لكن الاستثمار الرياضي مسهله قلب الاستثمار وأصبح موجود في الدور المصري كلنا يسمع نادي سيراميكا كلبطرة واحد من الأندية وهنا الاستثمار ده استثمار حقيقي مش استثمار مالي لأنه أدى لزيادة النمو الاقتصادي بتاع الاقتصادي الجزئي للرياضة إذا كان قانون الرياضة المصري الحالي بينقصه بعض الإضافات أعتقد أن الإرادة السياسية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي في العي أنا أشكره لأنه حريص جداً على التطوير في كل المجالات النهاردة جي الوقت اللي قانون الرياضة لابد أن يبقى فيه إضافات مواد الخير بدت بأول فكرة ليطرح خلنا نقول مركز التحكيم العربي أعتقد هاي فكرة رائدة عن الأوان لها وبدت تلمس أرض الواقع والمعالي الوزير يعني داعم للفكرة أنا أعتقد أنه أنا الأوان نحن نحل مواضعنا بيننا وبين بعض الرياضة الصناعة أصبح لديها عديد من الإشكاليات الإشكالات اللي منها ممكن جداً يكون بتلجأ إلى التحكيم والتحكيم والتسوية وإدارة العقود والعقود في إطار الصناعة هي موجودة دائماً وذلك إحنا بنتمنى أن هذا المؤتمر يصل على عديد من التوصيات استراتيجية مصر 2030 من أهم العناصر فيها بناء الإنسان المصر بناء الإنسان المصري وده طبعاً فخامة الرئيس تكلم عليه كتير مش بس يشمل بناء الإنسان علمياً ويشمل رياضياً وجوانب أخرى عشان كده إحنا النهج بتاعنا في الجامعة المصرية اليابانية طبعاً حضرتك تعرف إحنا بننقل الخبرة اليابانية في التعليم، الخبرة اليابانية في التعليم بتتكلم عن مش بس نقل التعليم، لا نقل القيم مخرجات المؤتمر من أهم النتائج التي ستكون فيها فائدة كبيرة للمجلس نحن مجلس اقتصادي تجاري فهاء الصناعة، صناعة الرياضة أحد الأنشطاء المجلس مهتم بها جلسات كانت مثمرة قوي في يومها الأول ولسه مستمرة لمدة يومين وعجبني كمان الاختلاف في الرأي اللي كان موجود ما بين من بيحاضر وما بين من بيتلقى هذه المحاضرات لأنه كان بل بالعكس ما بين كمان الموجودين على المنصة نفسهم أن مثلا كابتك محمود الخطيب يطالب بإعفاءات ضريبية للأندية غير الربحية علشان يبقى ده بيساعد أكتر في الاستثمارات فيرد عليه المستشار عبد المجلس محمود بعدها بشوية بأنه لأ دي شركات كرة فبتحقق أرباحاً فلا طبعاً المفروض أن يتدفع وتساهم في زيادة الدخل وزيادة الناتج يعني المادي للبلد فكانت نقاشات حلوة وإيجابية جداً وسمعنا حتى كلمة النائب محمد أبو العنين اللي يوجهها لي المستشار عبد المجلس محمود بأنه رجل الإعلام ورجل السياسة ورجل البرلمان وكمان رجل الرياضة باعتبار أنه نادي سيراميك ريبوترا من أبرز الأمثلة على الاستثمار الرياضي الواقع في خلال السنوات الماضية في الكراءة المصرية في جزء آخر من تصريحات الكابتن إيهاب جلال تعالوا نستعرضه مع بعض في المؤتمر الصحفي قال أن تريزيجيسة يخضع لأشياء طبية من الوارد أن يلحق محمد النيني بمباراة كوريا الودية بعد أن يخضع للتأهيل في ملاوي النيني كان يحتاج للتأهيل من 10 إلى 15 يوم ولكن الطبيب أكد أن عضلات اللاعب مختلفة وسيتم تجهيزه في وقت أقل هنحاول نعمل معسكرات للعيبة الدولة المصري غير المشاركين ما عنديتهم في فترات خارج الأجندة الدولية مباراة كوريا الودية ستكون بداية جيدة للكورة المصرية يجب أن نطور من طموحنا نتخطى مرحلة تمثيل المشرف ونواجه منتخبات في مثل هذه القوة أنا بحييه في جرئته كابتن إيهاب جلال في النقطة دي جدا 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 وبغض نظر حتى عن نتيجة مباراة كوريا وهي لفل أعلى أكيد من غينيا وإثيوبيا فديل وحدها كجرأة بتطورنا وبتطور أفكار اللاعبين وطريقة تعاملهم مع المباراة قال إن صلاح تحمل على نفسه ويعاني من إجهاد وسيخضع لفحص طبي وده تعليقا على الفيديو لنشرنا الحضراتكم بعد المباراة من شوية وصلاح بيزوك قال لبربول طالبنا بمنح محمد صلاح راحة من التدريبات والحصول على إجازة زي أحمد حجازي ولكن حجازي تكلم معي بعد تلقينا خطابا من الاتحاد السعودي وأكد لي أنه سينفذ ما أقوله ولكنها رحبت بسفره لإسبانيا لاستكمال تأهيله من الوارد أن ينضم حجازي إلى مباراة كوريا الجنوبية لو أنهى تأهيله في إسبانيا مبكرا كانوا قالوا الأول ممكن يلحق ماتش إثيوبيا كنت أتمنى أن يحصل صلاح على راحة لكن وجوده مهم في المعسكر هو محمد النني أنا مقتنع جدا بأهمية وجود صلاح رغم فعلا حاجاتي إلى الراحة لكن دلوقتي تحديدا لأسباب كتيرة مش بس فنية طبعا في المقام الأول لكن فنية ومعنوية للمنتخب ومعنوية للجماهير وجود محمد صلاح في المعسكر ده قال إن نريد أن نبدأ من نقطة التي وصلنا إليها خذنا نهائي بطلطي إفريقيا الماضيتين الماضيتين اللي فاتت واللي قبل لا وفي النص في واحدة منهم خرجنا من دور الستاشر هذا ما سنواصل منه مسيرتنا مع المنتخب ربما يقصد مباجهة السنغال في تصفيات كسر العالم أيضا دي كانت أهم تصريحات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخبنا الوطني طيب سريعا جدا النهاردة اتحاد الكرة نشر خبرا غير رسمي بتكلم فيه على إنه فيه تفكير في إن الموسم اللي جاي في الدور الممتاز يكون فيه تعديلات على مستوى التعاقد مع الأجانب رقم واحد إنه بدل ما العدد يكون مسموح بخمسة لكل نادي هيقل إلى أربعة أو سلاثة طيب أكيد ده كدراسة يعني بيبقى بيتبعوا بعض الأمور الأخرى زي إنه لو فيه لعيب عقده مكمل لسه هيبقى ما ينفعش إنه هو يمشي هيكمله بعد كده يطبق عليه القرار ودي ممكن تكون مش هيبقى عليه عطرات كبير يعني النقطة التانية هي إنه في حالة التعاقد مع لعب أجنبي لازم يكون على الأقل لعب عشر مباريات دولية مع منتخب بلاده عشان تعرف كنادي بيلعب في الدور الممتاز تضمه الغرض طبعا من كده مفهوم هم مش قايرينه لكن الغرض من كده مفهومه هو إنه بيعلي مستوى الفني للدور الممتاز تلما تجيب لعيب دولي مع منتخب بلاده أكيد ده هيعلي مستوى الدوري فهيعلي القيمة التسويقية للدور الممتاز طبعا أكيد ده المقصود به وأكيد مقصود به كمان إنه علشان ما يبقاش فيه سفقات ممكن تتم ويبقى مبالغ عالية وبالتالي ما بتفدش الفريق قوي لكن على الجانب الآخر وده من واقع إن إحنا شفنا المثال ده تطبق في الكرة المغربية من خمس ست سنين وتلغى في أغسطس اللي فات إنه برضو قالوا إن عشر ماتشات دولية على الأقل لأي لاعب أجنبي بينضم للدور المغربي الجانب الآخر هو سلبيته في إنه فيه أندية هتتظلم فيه أندية ما عندهاش من القدرات المالية اللي تخليه جيب لعب دولي لعب عشر ماتشات وده رقم مش قليل مع منتخب بلاده فممكن الأهلي والزمالك بيرامدز يعرفوا يعملوا كده لكن النص التاني ده من الجدول بل أغلب فرق الجدول هيبقى صعبة قوي عليها إنه يتضم لعبين بهذه القيمة رقم ثلاثة أتنين على برضو مستوى إنه مش عادل قوي أو ممكن يتم الاعتراض عليه هو إن أنت برضو تحرم الأندية من السكاوتينج من الرؤية إن أنا واحد عندي رؤية لمواهب في أفريقيا فبروح أدور فبيجي للعبين فبدرس شكلهم ومدى إفادتهم لي فبتقلل برضو القاعدة لإنه أفريقيا مليئة بالمواهب على فكرة والخبر منتشر كنوع من العرض على الرأي العام قبل إقراره ودي حاجة أنا بحي فيها اتحاد الكرة مش حاجة اسمها بلونة اختبار فأهجمها هي بلونة اختبار لكن حلوة إنها تعرض ونسمع رأي الناس وأراء المدربين وأراء الأندية المختلفة لكن كمان في نقطة إنه فيه لعبين انضموا للدور المصري وهم غير دوليين أساسا وتقلقوا دلوقتي مابولولو مثلا مش دولي إيبوكا الاتنين اللي هدفين من الأجانب مش دولي فيكتوريه تعطلها على الجيش مش دولي في الوقت اللي فيه دوليين موجودين وكانوا موجودين ولم يتقلقوا رغم إنهم اللعبوا عشر ما تشات فهو مش المبرر الوحيد لتقلق أو نجاح هؤلاء اللي لعبين مع الدوري وإن كانت من مستوى الدوري إيدا نفذت لكن لازم نسمع الأراء المختلفة وندرسها ونحاول حتى نعمل دمج للأفكار بمعنى إيه إنه ممكن العشر ما تشد دي تبقى على دوريات معينة يعني مثلا أنت مستحيل تلاقي لعب نيجيري أو غاني بيلعب في منتخب نيجيريا وغانا أو السنغال ويلعب في الدوري المصري إنه أكيد بيلعب في أوروبا ممكن تلاقي بقى لعب على جانب آخر سنه صغير قوي وواعد وبيلعب في الدوري الغاني فتجيبه فإنت لازم ممكن تأسم الموضوع تصنيفات مثلا لدوريات معينة عشان تستفيد منها تعالوا شوف بعض الأمثلة على لعبين أجانب لعب ويلعبون في الدوري الممتاز سواء استوفوا الشرط المقترح أو لم يستوفوا وانت قيم مستوى ممكن عامل إزاي ما بقولولو الأنجولي لعب الاتحاد السكندري وقت انضمامه لمنتخب أو لفريق الاتحاد السكندري كان لعب بس تسعة يعني لم يستفي هذا الشرط هو حتى الآن شارك في 18 مباراة وسجل عشرة منذ النمامي في سبتمبر 21 رقم جيد جدا للاعب ينافس على لقب الهداف رغم أنه لو اتطبق على الفكرة مش هتشوفه موجود في الدوري الممتاز ففاهم فاهم الموضوع أنه مش مدروس قوي محتاج دراسة تاني لعب إيبوكا النيجيري لم يشارك أساسا مع منتخب نيجيريا لكن مع أمبي 54 مباراة سجلت 19 هدفا هو أحد هدى في الدوري هذا الموسم وصنع أربعة من ساعة منضم في نوفمبر يعني ساعتها ما كنتش هتلاقيه في الدوري لو كانت القاعدة دي منطبقة دلوقتي ده لعب بيتكلموا عليه الزمالك ومن بعيد كده الأهل حتى أشرف بن شرقي لأ وقت منضم للزمالك كان لعب بس مباراة واحدة مع المنتخب المغربي دلوقتي بقى أكتر انضم بعد الانضمام للزمالك هو استفاد من الزمالك لكنه أكيد أفاد الزمالك وكان مستوى يعني مختلفا في الدوري المصري لعب مع الزمالك 101 مباراة بسجل 37 صنع 25 أنا بتكلم هنا على مستوى بشكل عام مش على مستوى دلوقتي اللي على الانتقادات مين تاني؟ معروف يوسف دلوقتي هو مع البنك الأهلي مع الأندية المصرية عموما لعب 265 مباراة ملعبش أساسا مع منتخب بوركينا فاسو قبل كده مين تاني؟ كابونجو أرى أنه من اللاعبين اللي نجحوا في الاتحاد السكنداري وقت الانضمام ما كانش لعب ولا ماتش مع منتخب الكونجو الديمقراطية لاحقاً انضم من المنتخب الكونجولي مين تاني؟ سريعاً يلا الكتراوري ملعب ماتش واحد بس قبل الانضمام إلى أسوان في يناير 2016 وبعدها بقى شوفنا بيلعب مع المقصة بيتقلق وبيتقلق مع بيراميز قبل ما يقعد وما يبقاش أساسي فبرضو لعيب كان جيداً جداً وإضافة للدور المصري معروف يوسف نيجيري بالمناسبة أنا آسف مش بوركين ماما دونياس دلوقتي بيلعب في المقاولين قبل الانضمام كان لعب 21 ده مطبق عليه قوي مع فريق موريتانيا لكن رغم كده هو مش اللاعب اللي قدم إضافة هو كويس قوي على فكرة مع المقاولين لكن مش الرائع مش الكواليت المختلف رغم أنه دولي عشان كده بقولك أن المنتخب الموريتاني مثلاً ممكن تصنفه غير منتخب نيجيريا أو غير منتخب غانا أو غير اللاعب الغاني فلازم برضو تدرسها شوية ما تبقاش الموضوع أنه هو واحد زي باح يسوي اثنين يعني بيرستاو مع منتخب جنوب أفريقيا كان لعب 31 مباراة قبل ما ينضم للأهلي مع الأهلي حتى الآن سجل 8 وصنع 6 في 26 مباراة خليب بطيب مع منتخب المغرب كان لعب 17 مباراة يعني كان مستوفي الشرط المقترح كان جاي من فرنسا لكن مع الزمالك في 24 مباراة بس في طول الفترة دي لعب فترة أوليلة قوي وسجل أهداف أوليلة الجنسية كان غاني أجوجه وقت الانضمام كان لعب 22 مباراة مع غانا وده آخر حاجة هنقولها موعد الانضمام كان في يوليو ورغم 16 مباراة بس لعبها مع الزمالك لعب أربع أسجل أربع أهداف وصنع واحدا تعالوا نستعرض فيه أرقام تانية زي كينو مثلا مع وكينو ده برازيلي أنتوي غاني أنتوي ده مسيرة حافلة مع الأندية المصرية مع الإسماعيلي مع طلاعي الجيش مع المقصة الهدف التاريخي للأجانب في مصر يعني كينو لم يلعب مع المنتخب البرازيلي ولا مرة ورغم كده كواليتي من أحلى الكواليتي الأجنبي من أحلى الكواليتي الأجنبي اللي دخل الكرة المصرية فبالتالي الأمر يستحق دراسة واستعراض رأي الأندية المختلفة في الزمالك أوباما مسؤولوا الزمالك قاعدين عشان يتكلموا معاه على قصة العقد بتاعه اللي هو البند بتاعه لو في حد جي خد أعلى مني أزيد أنا كمان إلا الكابتن ده العرض ده البند فالزمالك بيتكلم مع أوباما في التعديل فواشترط أنه طيب ماشي أنا ما عنديش مشكلة بس في الناحية التانية يصحب ده تعديلاً آخر بأنه لو جالي عرض خارجي يتم الموافقة عليه أنه يسمح لها بالرحيل فده نقطة الخلاف دلوقتي على نقطة تعديل البند المسير للجدل فيما يخص أوباما الزمالك أعلن النهاردة أنه هيعمل اجتماع عاجل يوم الثلاثاء إلا هيفكر فيه ما نعلمه أنه الزمالك بيفكر فيه أن ينسحب من الدوري أرى أنه طلب الزمالك ممكن يكون منطقي أنه يتساوى مع الأهلي لكن التهديد بالانسحاب لن يجدي ولن يضيف شيئاً لزمالك ولن يؤدي إلى تحقيق مطالب الزمالك وأتمنى عدم شخصانة الأمور ما بين مسؤولي الزمالك وربطة الأندية ربطة الأندية أنا مش بتكلم عليها أنها عملت قرار مثلاً بيدي الزمالك وإن كان الزمالك مستقى من ساعة رفض إقامة مبارياته خارج الساد القاهرة لكن أتمنى أن الناس تعقل قوي لمصلحة الكرة المصرية ولمصلحة الأندية ولمصلحة صورتنا ولمصلحة منظرنا ما يبقاش فيه شخصانة للأمور وبالتالي النسيان الهدف الرئيسي أن أنت عايز تنافس وأن أنت عايز تنظم علشان كفاية بقى كفاية بقى كفاية بقى كفاية بقى طلاع الجيش بيفوض المهدي سليمان بعد رحيل محمد بسام خلاص بسام قالها صريحة معنا أنه ده موسمه الأخير مع طلاع الجيش والنادي متفاهم ده المهدي سليمان مبارياته مع بيرامدز قليلة جداً في ظل المشاركة الدائمة لشريف إكرامي وبالتالي في تفاوض دلوقتي وقد يؤدي إلى انتقال المهدي سليمان مع فريد طلاع الجيش مبي هيقدم بكرة إن شاء الله جوربان بيرا المدير الفني الجديد بعد رحيل الكابتر حلمي طولان فيه كواليس كتيرة في رحيل الكابتر حلمي طولان فيه خلاف كان واضح ما بينه ما بين الإدارة على مستوى التعامل على مستوى الأفكار اللي بيحطها الإدارة وكيف يتعامل معها المدرب في السنوات المقبلة أو في الأشهر المقبلة كان فيه خلاف جوه المجلس على يمشي دلوقتي الكابتر حلمي طولان ولا يمشي بنهاية الموسم لكن اعلانوا إنه الموسم الحالي هو الأخير ليه عجل بقرار رحيله لكن كان الرأي التاني طب نما نضمن البقاء لكن الرأي الأولاني هو اللي غلب بتاع إنه لا يمشي دلوقتي عشان المدرب اللي جاي جاهز للموسم اللي جاي كمان اللي هو فييرا اللي دلوقتي يكون الولاية الرابعة ليه في الكرة المصرية الإسماعيلي زمان 2001 الزمالك بعدها في العقد التاني من الألفية الجديدة وبعد كده سموحها والإسماعيلي وبالتالي الخمسة هي أمبي طيب بمناسبة معين الشعباني النهاردة كان فيه جلسة مع مسؤولي المصري ألبر سعيدي لم تخرج باتفاق هو عايز شرط الجزائي بتاعه قال له لا أهديك شهر واحد ليه لأن انت كنت واخد مؤدم عقد أول ما جيت فبالتالي قد شهر وشهر فشهرين فلم يتفقاه فالمفروض أن بكرة فيه جلسة جديدة علشان يحددها في موعدها الكابتن معين الشعباني لحسم هذه النقطة الخلافية ولإصدار قراره النهائي بمناسبة إمبي كان فكر في الكابتن معين الشعباني لكن هو رفض يعني قال لا أنا طموحي برضو أن أنا كنت جايل مصري عشان بيلعب في أفريقيا والكونفدرالية مش طموحي أنا كنت عايز دور الأبطال لكن نزلت بطموحي درجة عشان فريق جمهيري فمش هنزل أكتر من كده على مستوى المشاركات مش تقليلا من إمبي فجايل عروض كمان بالمناسبة سعودية فقد نرى في السعودية قد نرى في السعودية قريبا على مستوى الأهلي النهاردة شارك بدر بنون في التدريبات حمدالله على السلامة ربما التدريب الكامل لكن برضو بشكل تدريجي على مستوى أدواره داخل التدريبات الجماعية في ما يخص الفريق الأحمر موسماني جاي التدريبات هيقول للتدريبات يوم الأربع الأهلي بيتمرن بقيره ثلاثة أيام بعد الراحل اللي خدها تحت قيادة الكاتن سامي أمصان ونا مش عارف ليه الموقع الرسمي للأهلي ما بينشرش أي صور للتدريبات بقى له ثلاثة أيام قد يكون اتفاقا أو أخبار أو أي معلومات عن التدريبات دي معلومات احنا بنحاول نوصلها يعني لكن معلومات رسمية لا يعلنها الأهلي حاليا طيب عالميا بقى سريعا جدا وقبل الفاصل ميسي أكيد في يوم من الأيام كان بيقعد يقول هو كريستيا ورونالدو ده بيلعب مع ملدوفا ومع جبل طارق ومع أستونيا وبيسجل خمسة في ستة فيبقى الهدفة التاريخ الدولي ياريتني مش في أمريكا الجنوبية كنت بعيدت مع الفرق دي أكيد قالها في يوم الأيام أكيد يعني أو صحابه قالوا هالو يعني زي ما الناس بتكتبها في التعليقات فالنهارده الأرجنتين لعبت أستونيا حد من البرتغال بيلعبوه في المطارات الودية وفي دورة الأمم الأوروبية وكلام ده فكسبه خمسة وميسي سجل هاتريك سجل هاتريك مش كده سجل هذا سجل الخمسة ميجي هاتريك ميجي سجل الخمسة أنا كنت متابعة تلاتة وبعدها وكل الأشكال بقى مروغات ونفسه مفتوحة بتلعب في إسبانيا فبلده المحبوب على مستوى الكرة ويعني سجل ضرب الجزاء وفي مروغة رقص الحارس ورح لعبها بلمسة وفي كرة عرضية يخش يشوت وكان حاسم قوي وكان نفسه مفتوحة قوي للمبارات تانية على التوالي بعد مبارات إيطاليا في ناليسيما اللي تلعبت في الأيام الماضية ميسي 86 هدف تخطى في ترتيب الهدفين التاريخيين للمنتخبات بوشكش بقى في المركز الرابع دلوقتي كريستيانو برضو سجل النهاردة أعتقد أنه آخر حاجة تبيعتها كان مسجل هدفين فمش عارف وصلت لفين ممكن نستعرض برضو النتائج خلس 4-0 وهو رونالدو سجل هدفين وكان صنع هدف أولين الويليم والهدف الرابع سجله وكان سيله نتائج دوري الأمم الأوروبية النهاردة كانت كتال التشيك تعادله مع إسبانيا بنتيجة 2-2 المبارات دي التعادل لمنتخب إسبانيا جيفت ديها 90 على فكرة فيها كان الهدف المارتينيز اللي سجله وكان جابي هو اللي سجل هدف التعادل السويد تغلب من نرويج 2-1 هالند سجل طبعا طبعا يعني هو اللي سجل في هذه المباراة في مباراة النرويج مع السويد هو سجل الهدفين الأولي من ضرب الجزاء بردوغال كيسبو زي ما نتلكم سويسرا 4-0 سربيا كيسبو سلوبينيا 4-1 كوسوفو تغلب من اليونان 1-0 في لقاءات اليوم والجولة الثانية من الدوري الأمم الأوروبية بكرة با عندنا النمسا مع الدينمارك آيسلندا مع ألبانيا كرواتيا مع فرنسا أندورة مع ملدوفا بصوا الماتش ده أندورة مع ملدوفا بيلاروسيا مع أدربيجان دي دي أبرز الماتشات بتاعي بكرة يعني فيش ماتش عبقاري بس كرواتيا وفرنسا ده حلو تكرار لنهائي منديال 2018 اللي توج بيه المنتخب الفرنسي أخيرا ده توج النهارده بالجراند سلام جديد في مشواره رقم 14 بيتوج ببطولة رولانجاروس أول واحدة خدها في 2005 دلوقتي بيكسب 14 نهائي بيلعبوا في رولانجاروس وبيكسب البطولة الـ 14 وجمهور اللي كان بيتابعوا في فرنسا نفس المدينة باريس اللي توج فيها ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا من أسبوع أو عشر تيام النهارده هو كسب فيها رولانجاروس للمرة الـ 14 زي ما ريال مدريد فريقه المفضل توج فيه المرة الـ 14 حتى الجمهور كان بيقول له أعلى مدريد فكان بيرد عليهم التحية ولعبة زي بنيسي سوكورتوا من أبطال الملكي احتفلوا به أخيرا جاريس بيل قادة منتخب ويلز للتأهل إلى مونديال قطر 2022 كسبه أوكرينيا 1-0 من المفارقات أن يارمولينكل اللي سجل الهدف بتاع تأهله مدام سكوتلندا هو اللي سجل في مرمان نهارده فبيل بيعود إلى المونديال منتخب ويلز لأول مرة من زمان من سنة 1958 ساد يومانيه على جانب آخر والله يا جماعة كنت بهذر لما قلت أني 70% من جمهور السنغال عايز نمشي فأنا همشي من ليبر بول أنا كنت بهذر خرجت أن الماتش بعد الهاتريك لقيت العالم كله بيكلمني فأنا كنت بهذر يعني بقولها جوك لكن ده مش معناها أن أنا لا أحترم ليبر بول بل أحترمه وأقدره ويقال أن ليبر بول رفض عرضا بعشرين مليون بس من باير ميونيخ وهو العرض الأول ده مش معناه أنه العرض الأخير لكن هي بتدى بعشرين خمسة وعشرين ممكن توصل لاربعين ولا حاجة بعد فاصل الكابتن علاء نبيل نجم الكرة المصرية مدرب منتخبنا على الأسبق هو ضفنا في الماتش خليكم معنا بعد أول مواجهة للكابتن إيهاب جلال كمدير فني للمنتخب وفوز الفراعينة على غينيا بهدف دون مقابل في تصفيات أمم أفريقيا الفين ثلاثة وعشرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا النهاردة يعني جايين في ملتقيات المشروع قومي الموهبة والناشئين والبطل والولمبي المشروع قومي للناشئين والبطل والولمبي المشروعات مصر المستقبلية في اعداد البطل حتى عشرين تمانية وعشرين 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 وثلاثين احنا عندنا حداشر نشاط واللعبة الألعاب الجماعية لها طريقة خاصة زي كورة القدم مع شركات خاصة السلة والهندبول لكن الألعاب الفردية إحنا يعني مهتمين بها جدا 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 الحمد لله الولاد بدأوا يعني يجيبوا بطولات سواء جمهورية أو أفريقيا أو بحر متوسط لبعض الألعاب اللي تلعبت يعني فإحنا شغالينه بشكل علمي جدا ونهاردة حتى فيه بعض الاتفاقات مع جامعة الإسكندرية كباكب علمي مع الشغل بتاعنا مع سيد رئيس الجامعة الدكتور عبد عزيزك السواء وعميد الكلية لأن النهاردة فيه ألعاب كوة ودي كورة وهنمر على بقية الألعاب اللي موجودة إن شاء الله نجمع رائع بين المحافظات والمداربين واللعايبة وطبعا بنسكد سيادة الوزير على الدعم للموهبة البطالة الأولمبي حاجة بصراحة ربنا ممتازة قاعدة ناشئين أكثر من رائع بإذن الله تكون بوادي الخير لمديلية أولمبية إن شاء الله لازم أجيب أول عشان حقا اللي نفس فيه نفسها ببطل أولمبي نشكر سيد الوزير إن هم تدعم تحلوم فرصة وهي مش أكاديمية تجارية زي الأكاديميات لا أدي حاجة من القادة طبعا لستة عفتاح السيسيل اللي هو عامل عايز يطلع مشروع قاومي العيبة تكون طلعة إن شاء الله تشرف مصر وإحنا بنكتاد وإن شاء الله بإذن الله نوعة سيدة الوزير إن المشروع قاومي ده هتطلع العيبة بإذن الله إن شاء الله في مصر نتضرب ثلاثة يام في الأسبوع وبنتضرب تمارين حلوة جدا يعني نتطلع العيبة ومشروع قاومي ده غير أي مشروع قاومي تاني تعمل إن المشروع قاومي ده فيه دفعة كانت قابلينها طلعت على إسبانيا وبتطلع عنه ده يام قاومي بر مصر وجوه مصر وبر اسكندرية وكده المشروع ده يعتبر الوليد بتاعه اللي هو المشروع القاومي اللي هو البطل الأولمبي مع الوزير النهاردة عامل المشروع ده علشان نخرج لمصر مواهب ونشترك في الأولمبياد بالنسبة للألعاب الفردية أو الجماعية فعندنا النهاردة المشروع ده فيه سبع ألعاب أولمبية وفيه بالإضافة لألعاب الجماعية الألعاب الممبيلية الفردية زي رفع الأسقال والجودو والتيكوندو وألعاب القوة بالإطبلاس الباسكت وكرت القدم والهندبول النهاردة مشروع القاومي سترزوا في إيجيب تكتشاف الموابين في كرت القدم نحن النهاردة موجودين وجايبين مدير فني كابتن أحمد الشازلي اللي هو نجم ناد الزمالك ونجم ناد الاتحاد فطبعا ده ديليل إن إحنا مع الوزير والدولة مهتمة إن إحنا نخرج ألف محترف زي فخمة السيدة ريس عبدالسح السيسي وجه بالكلام ده أهلا بحضراتكم مرة تانية منتخبنا الوطني فاز على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2023 بهدف متأخر سجلهم مصطفى محمد في اللقاء الأول تحت قيادة المدرب الوطني الكابتن إيهاب جلل داخل الستوديو المدرب الوطني الأسبق لمنتخبنا الوطني الكابتن علي نبيل المخضرم أهلا بك كابتن علي أخبار حضرتك إيه الحمد لله والله كله بخير؟ كله بخير مبروك الفوز في بداية المشوار الحمد لله يعني كنت أليف وارجع لوله بس أنتو بعتول العربية كنت أليف وارجع تاني أصلا هاجي أقول نفس الكلام إيه دعليقك نظرة عامة كده قبل ما ندخل في بعض التفاصيل كتن عليك لا طبعا يعني إحنا يعني أنا قلت لك كنت فكر مجيش بجد بس طبعا ما أدارش يعني إن طبعا دالتزام يعني لكن نفس الكلام نفس الكلام اللي قلناه من الخمس سنين بيتقال النهاردة نفس الكلام ما فيش أداء خالص النتيجة بنكسب وبنفرح لمدة صغيرة بعدين نرجع نقول يا رب نوصل المطش الجاي نكسب وقالت لما نوصل للمناثبات كبيرة والروح يحصل كارثة وكبوة نرجع نغير الجهاز ونبليد نشوف من اللي جاي ومن اللي رايح واتدخل الجمهور في حد يا جماعة كفاية بقى لازم نقتنع دي القماش اللي موجودة عندنا كان الكابتين هاب على جام اللعيبة دي بقى لازم بقى لها دور لازم لعيبة دي تعرف اللي هي بقى الصرف حق بلدها بأمانة اللعيبة دي بتاخد أكتر من حقها تماما بأن خمس سنين في هذا الموال أداء والأداء ومحدش بقى يكلمني زي النهاردة الموزيع يقول لك محدش يكلمني بقى على الأداء هنفضل نقول لكيام دي لغاية امتا امتا جمهورنا هيتصارح امتا جمهورنا هيعرف ان لأ احنا مش كويسين لازم اللعيبة لما يوعد يسمع على الموزيع والموزيع يقول عليه انت وحش أو الأداء مش كويس أو 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 عشان يشد حلو الموزيع الجاي مفيش مفيش عمالين للاقي مسكنات وبرضو مسكنات راجعت تاني أصل الحكم أصل مش عارف في مشكلات مشاكل كبيرة قبلت المنتخب قبل من الموزيع ده احنا مش هنغير في يوم وليلة احنا 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 كفاية لا بس هو احنا مش هنغير في يوم وليلة دي تبدو إلى حد ما منطقية منطقية صح؟ حتى لو على اللعيبة اللي يعرف يقنعهم إيهاب جلال بتغيير السوء اللي هم بيقدموا فيه بقى لهم سنوات اللي اتكلمت عليه حضرتك تمام مش ده من حقنا نتفائل بأن ده ممكن يحصل مصطلح حلو أولا لكن هل يتعقب عليه فضل وانا النهاردة لما انا اقول بشي غير ودي وضع طبيعي لانا بشي غير أداء أو السيستم أو أه لكن على اللي هغير من الروح على اللي اللعيبة تنزل عارفة ان ده جهاز جديد عارفة لجمهور الكرة في مصر كله حازين كل حزن كبير على عادة بتأهلنا الكاس العالم على أداء بغدناش أمم أفريقيا على البطولة العربية هي اللعيبة ده بشي حاسة بجمهور مصر يعني يا اللعيبة ده بشي حاسة يا رجل ده أقل حاجة مع جهاز جديد في أول مباراة ده أنا ده خلي هاب جلال في البيت وهم يروحوا يروحوا كلامة ده أنا مستحيل اختلف معي أنا قلت حاجة شبه بس ما خذتش نفس المساحة اللي قلتها دي لأن كلامك محترم جدا لأنه أنا مستغرب انتوا المفروض شايفين الجمهور قدي أحبط بعد خسارة نهاية أفريقيا وعدم التأهل للمنديال فما تتعملوش مع المباركة إنها أول مباراة في رحلة طويلة فإحنا عايزين نسخن مع التقدم لا إسخنوا من الأول عشان يرجع الجمهور يدعمكم عشان يتفاقل الناس بأن فيه كرة ممكن تتقدم لكن هي الروح أنا استغربت غيابها ولا بتظهر إلا في دقائق قليلة في المباراة أنا تسعين دي كرة بالمطش على ملعابي كابتن هاني أنا النهاردة لما يبقى عندي جهاز جديد أو مدارب جديد بيش هقولك على مستوى المنتخب على مستوى النادي بحاول أثبت له إن أنا كويس إن أنا عايز ألعب اللي يا كابتن تختيارك هيبقى لو أنا اخترتيني هيبقى صح ده النهاردة مدير فان المنتخب مصر وصق فيك ونزلك المباراة بتداتها لازم تثبت له إن أنت كابتن إيهاب فعلا كان عندك حقق اللي أنت اخترتيني ده بتدي دفعة غير طبيعية وروح غير طبيعية أنا ما شفتش حد فرقة غينيا بتلعب من زون من عند دار من النص الملعب لخمسة متر وورا النص بيش عارفين نختاريخهم بيش عارفين نين إن ألتين تلاتة على بعض بيش عارفين نين نشوف جملة بالجنب اليمين جملة بالجنب الشمال ننتو لعبة مسامة لعبة كبيرة ودي حقيقة تمام؟ طب فين اللعبة الكبيرة فين؟ فين اللعبة الكبيرة؟ طيب تحسن بأي شكل إن الأشكال شكل المنتخب بعد التغييرات اللي اتعملت؟ ها دي أنا أرجع بعدها نقول اللي جاب الجون مصطفى محمد خبطت في رجل لعب من غينيا ودخلت بقت التغييرات كويسة ده لا لا مش ده المقصود اللي نزلت بدل هو اللي سجل يعني هل بعد نزول أفشا وإبراهيم عادل ومصطفى محمد شكلنا الهجومي ظهر لك أي تحسن ولا برضو لا؟ أنا كنت في تقديري أنا كنت متوقع يا أفشا يا محمد أبريم ما يبتدي المطش على الأقل واحد بيقدر ينقل واتكلمت معك في هذا الموضوع وقعت لك يا أفشا يا محمد أبريم واحد من الاتنين عنده قدرة هو يلاعب فرقة يعني هي دي دي اللي كانت تؤخذ على كابتن الحاجة التانية العمر السولية لسه مش جاهز النهاردة هو لعب بعد فترة علاج طويلة لعب ربع ساعة في مباراة الأهل والوداد نهاردة عشان يبتدي المباراة زي دي انت آه عايز تديده السيخ وكل حاجة بس انت عندك النهاردة المطشين يجيين في شهر تاسعة فكنت ممكن النهاردة والمطشين بتوع شهر خامس ستة دول ممكن تكنت تساغر عن تاخده معاك ويتأقلم على الفرقة والتكتيكة وكل حاجة بس ما يبتديش بقى يلعب إلا بعد يلعب من نادي الأهل ويبتدي يلعب في شهر تاسعة فالنهاردة هي يعني في بعض لكن خلاص يعني أنا مهما كانت هناك في سلبيات إلا أن أنا بحمل اللاعبين مسئولية كبيرة جدا جدا عن مظهر الحظار والنهاردة بالرغم من الفوز بالرغم من الفوز ولازم يبقى فيه صراحة جماعة عشان جمهورنا خلاص احنا بقى فاكر فيلم اللي هو كان بتاع اسمه إيه ده بتاع حمد أهلال اللي هو كان بيعيده الزكرة ده بتاع خمس سنين عيال حبيبة عيال حبيبة فاكر لما كانوا كل مرة كل يوم يصحوا ويرروحوا عايدين نفس الأحداث احنا بنعيد نفس الأحداث يا جماعة نفس 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 الأحداث بنعيدها من خمس سنين طب وبعدين وبعدين يا جماعة بقى لازم لازم نستوب يعني مش معقولة كل مرة نحصل نقع في نفس المشكلة لابد من أنه يبقى فيه تغيير في منظومة كرة القدم وأنا بقولها وإحنا كذبانين عشان محدش يقولك وإحنا عشان اتغلبنا أنا بقولها وإحنا كذبانين أن التاريخ بعيد نفسه المنظر قدامي كده شريط واحد من أيام كوبر نفس السيناريو تمام وللأسف يعني بنقعد نقع أعذار ومش عارف إيه وإيه لا أنا هو اللي مخوفني بس أنا مش عايزة تشائم منها أول مباراة ولسه عهد جديد وكسبنا في مجال التطور لو كنا تعدلنا تخيل الوضع كان يبقى عامل إزاي يعني مستوى وحش ونتيجة وحشة كان يبقى الوضع أصعب كتير على مستوى رد الفعل والخطورة اللي ممكن يواجهها المنتخب قبل المباراة إثيوبيا لكن أنا شايف أنه المنتخب محتاج أنه هو يبقى فيه حماس شوية عند اللاعبين يبقى فيه رغبة أكتر عندهم وشايف أنه فيه مجال للتطور الحقيقة أنا شايف كده فيه مجال أنا ساعات يعني الواحد ساعات بيقرص على ابنه عشان عايز منه الأحسن تمام دول لعبة مصر لازم يعرفوا الجمهور زعني منهم قوي قوي ولازم يعرفوا أن هم مقصرين في حق بلدهم عشان نلاقي بعد كده نتيجة هيزعالوا مني تمام ويعود وقص على نبيل بيقول إيه وش عارفه بتاقيه كم ده لأن أنا بقولوا الواقع بقول للجمهور مصر كله عايز يقوله انت انت لعيه بكورة نزلت الملعب لازم تموت نفسك انت النهاردة ماتش الوداد والنادي الأهلي الوداد من أول ديال آخر ديال بيلعب زيال عشان ياخد إيه ياخد البطولة واضح كل الناس قاعدة يتلك بص في العاب زي من أول ديال آخر ديال واضح فيه رغبة تمام انت إيه رغبتك النهاردة انت إيه الرغبة بتاعتك النهاردة واخد بالك النادي الأهلي لما بيلعب هل تريد أربعة تلاتة تلاتة تحتاج إلى تغيير هل مش مناسبة لللاعب المصري هل ما عندناش اللعيب اللي فاهم احتياجات مركزه على مستوى الاتنين اللي بيلعبوا جنب الهوف ديفندر الثابت ايه ايه التلاتة بتوع نص الملعب هاني بتبقى مصفات معينة أنا النهاردة بحط التلاتة في فص الملعب على أساس اللي أنا دفاعيا وهجوميا أبقى موزون مظبوط تمام لو أنا أحط واحد في الجنب اليمين يبقى واحد عنده حتة دفاعية كويسة وعنده حتة الاخترافات كويسة ده إمام عشور النهاردة ده اللي عامل دور إمام عشور لكن لو كان زيزو ابتدى المباراة هنا وكان واخد الدور الأساسي من الأول كان هعمله كويس اه لو كان يلعب انتليز يبقى هناك شمال وهو زيزو في نص الملعب في نص الملعب يبقى الجنب اليمين يبقى الجنب اليمين عمر جابر وزيزو ومحمد صلاح جابها تمام جابها دي شغالة على طول الجنب الشمال اللي هو طبعا يبقى حمد فتحي وعلى شماله واحد يبندر في الجنب الشمال واخد ذلك يبقى مغطيين نص الملعب يبقى عندي برضو سطارة كويسة في نص الملعب يبقى أنا عندي أجناب نفس الكلام الجنب الشمال اللي هو مثلا النهاردة السلية يبقى مثلا السلية والجنب الشمال اللي أعب بالنهاردة عيمن أشرف ولكن ده هجوميا بيش يبقى زي جنب اليمين بيختلف وبالشرط الاتنين يبقوا بالنفس القوة ممكن أشتغل بالجنب اليمين الجنب الشمال ممكن يكون أكتر دفعي يسببته أكتر على أساس عمر السلية برضو ما عندهش الحتة دي أو زي زيزو وعيمن أشرف برضو رجل يعني يعتبر سبتباك ثالث يعني بعتبره سبتباك ثالث بيشبهوا بالدول الهجومي قوي يعني وبتعتمد على الجنب الشمال في الحتة الهجومية فهي التلاتة عفتو عنص الملعب بيبقوا بمواصفات معينة طيب محمد صلاح النهاردة كرم قبل المباراة من جانب وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة المصري إيه رأيك في اللفتة نفسها وإيه رأيك في طريقة التكريم والنهاردة معلش محترامي يعني هو النهاردة طيب ليه ما عملتاش مبارح في القتيل ومباعدين لأنه النهاردة قبل المباراة فإنه قدام الجمهور يعني واحد نازل المباراة واشغل باله ليه بتكريم وبشبتكريم معلش أنا لا هتخص معنا أنا أصلا عشت المنتخبات ما تشغلش اللاعب بأي صغيرة وكبير قبل المباراة ده نازل من الأول ما ياخد المحاضرة بتاعته وراكب الباص عشان نروح للمباراة والتسخين وقلت لبس ده فاضي ما تشغلوش بقى بتكريم وتشغله بحاجة تانية خالص فيه مئة مناسبة ممكن تكرمه مئة مناسبة تروح المباراة وفي القتيل وفص اللعيبة ويجيب الصحفيين ويكرمه وينام خلاص خلص يصحى الصبحية خلص منزوع التكريم بالليل لكن أنا عشان أشغل اللعيب بتكريم قبل المباراة أنا في أعتباري خطأ خطأ طبعا مستوى محمد صلاح النهاردة ومستوى باقي اللعيبين مين اللي شدك وحاست أن ولا واحد النهاردة ولا واحد ولا واحد شديني في الملعب النهاردة ودي دليلة على إن الموضوع بش طب انت النهاردة أنا ممكن نحاول أنا السؤال طبعا انت النهاردة مين اللي شدك في الملعب النهاردة حاست في مجهود وفير من عمر جابر دفاعا وهجوما ما عملش عرضيات كتيرة لكن يعني كان بيحاول يعمل جبهة مع محمد صلاح عمر مرموش ما قدمش مستوى جيد لكن عمل مجهود وتحركات وتحديدا لما تنقل ناحية الشمال ممكن نقف عند عمر مرموش قليلا يا عمر انت الناس قدتك لقب كبير قوي والناس متعشمة فيك الخير ونجمه انت فين انت فين يعني انت خدت فرص كتيرة اول انت فين حتى انت لم تشجل غير هدف واحد مع منتخب مصر في ليبيا تمام وكانت ليبيا نقصة واحد عديت مباراة كويسة يجون كويس توقيت كويس حاجة جميلة حاجة بتاعت ربنا اللي هي بتساعدك على التخدم الناس عشمانة فيك الناس عشمانة في ان انت نجم جديد صغير تقدر تعمل حاجة لمتخب مصر حتى الان على فترات من المباراة لعبة بتظهر فيها الكبير كل لابد منك تسعين ديئة تكبر الناس كلها لمحدش غيرك وتبقى انت الناس مستنية عودتك في المباراة الدولية اللي انت هتشوفك وتلعب في المباراة كلام محترم انا مش عايز عشان احنا متدقين من الاداء ننسى نبارك لمصطفى محمد على الجول اللي سجله النهاردة بعد غياب كان هو نفسه مفتقد انه يسجل هدف انتقده بقوة في قوم افريقيا عشان المنتخب كان اداءه دفاعي فما كنتش بتشوف مصطفى محمد اساسا في الناحية الوجومية كنت بتشوف في نص ما لعبنا كتير او على الدائرة فالنهاردة بذل مجهود في الدائرة اللي لعبها وبذل مجهود في الهدف اللي سجله حتى وان كانت تصويب نفسها مش قوية لكن خدمته طبعا لكن بنبارك له طبعا الهدف مبروك يا مصطفى مش عايز تعلق ولا لأ هو بقاله فترة فعلا بعيد غايب عن الاهداف انا كنت في احدى البرامج بقاله وقلت لو ابتدى مصطفى محمد لازم اعرف دي الفرصة الاخيرة ليه لانه بقاله فترة طويلة مش موجود ولان احمد عاطف برافو عليك انا قتع معك على الفكر ولا قتع مع مين لا ما قتعش مع مين بس اكتب لا لا دي كان بقاله فترة لما انا كنت زعلان منه من ايام كابتن حسام البدر وزعلان منه وبعد كده بدأ يتأثر وفعلا تأثر اداءه جدا فزاد الحزن اه او الزعل لان مصطفى محمد انا يعني احسن لقص الحرب جي في وقت هو نامر واحد في مصر صح قبل ما يمشي من الزمال بعد كده بدأ الكيرب ينزل جمد جدا لكن طبعا النهاردة هو يعني ربنا برضو معك في حتة الجون لتخبط واحد وتخش الواحد بيحتاج التوفيق ده علشان ممكن تبقى انطلاق ايه اللي مستنيه من المنتخب في مباراة اثيوبيا على مستوى الشكل وعلى مستوى انه زي قسم المباراة وانت تلعب في ملاوي مع منتخب اثيوبيا طبعا انت تقابل ضغط جماهيري في ملاوي خلي بالك ملاوي انت نارضة كذبان زيها وانت الناس فرحانة اللي هو بيشلع في اثيوبيا ده انت هتروح في ملاوي الناس هتشجع اثيوبيا اكتر ما هي هتشجعها في بلدها تمام فانت نارضة حتة الضغط الجماهيري دي بقى هاني لازم نقف عن داخل احنا لازم لازم نلاقي حل في مضوع الجماهير احب اسمع ايه المشكلة وايه الحل المقترح حتة بقى لازم نفتح عبواب الجماهير زي زمان الناس اللي بتروح تشجع بقلب الناس اللي هي ممكن تحوش مبلغ صغير عشان تروح تدفع تذكارة وتروح تقعد في المدرج وماسك الطابلة زي زمان وده واقف وقف كمور اللي بللي موجود دلوقتي في المدرجات حاجة تفرح لكن بش ده حاجة ايه حاجة تفرح حاجة لفل كويس يعني تمام لكن كرة القدر محتاجة لفل تاني لفل من التشجيع من التشجيع ومن الحماس اه طبعا ومن الفهم ومن الأقليم ييجوا ويخش المدرجات زي زمان ومن هنا تلاقي ست سبع أوتوبيسات من المحافظة دي وهنا وهنا غتى ملسادي يتملك تمام لكن النهاردة هتقصر الجمهور على فئة معينة من الشعب انا شايف ان ده مؤشر خطر للكرة المصرية الجماهير لازم بقليها دور في ودي من أسباب عوامل حزيمة النادي الاهلي في الودات اه موضوع الجمهور انه مش بيتعامل اللاعب مع جمهور كتير في ملاعب المباريات في المصر هاني كان ايام ما كنا بنلعب كان اللاعب مثل اللاعب الاهلي او الزمالك او الهالاندياة الجماهرية او الاتحاد او المصر لما يبقى متعادل وكرة تطلع قوت كان بيخاف يطلع جيبها عشان لو طلع يجيبها هتلاقي وقت مدرجات بيزعقله بيهوال حاجات دي كلها فبغصب عنه بيموت نفس الملع بيركز وبيبقى جد حاجات دي كلها عوامل مؤسرة يا جماعة كل حاجات دي عوامل مؤسرة وانت النهاردة هو اللي سدت ملع لا طبع ما فيش كان مسموح باربعين الف للحضور على فكرة ولا حاجة خالص بالعكس ده جمهور غينية لما كان بيهايس كان صوته مسموح مزبوط فالنهاردة الموضوع منظومة كرة الخدم هاني لازم كرة تضغير اللي سمحت نيش كل حاجة محمد صلاح اذا غاب بما ان فيه احتمالية لده اتقال ان الكابتن ايهاب جلال قال ان الليبربول طلب السنه يريح في المعسكر ده لكن هو صمم على وجوده انا شايف انه تصميمه على وجوده في اول مباراة مهم جدا لكل المستويات لصلاح نفسه للمنتخب لإيهاب جلال لمنع اي كلام عن الليبربول ولا المنتخب والكلام ده وكمان جول يعني النهاردة مدرب غينية نفسه قال ان صلاح وطر لعيبة المنافس قال لعيبة توطرت عشان كان مركزين مع صلاح زيادة عن اللزوم خارج بيزوك فمرهق فمحتمل انه مايلعبش فاذا لم يلعب شكل المنتخب بتشكلته تكونوا عاملة ازاي اقول لك حاجة هو موقف طبعا يحسب لصلاح اللي هو طبعا اصر له يلعب برضو لها ابعاد تانية خالص تخص ندي وتخص انتخب مصر والحاجات دي كلها لكن لازم 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 اي مدير فني ييجي يبقى عنده الخطة والتشكيل البديل فهذا موجود محمد صلاح تمام محمد صلاح لما بينزل المطش الناس كلها من السنة هو هيعمل ايه انت النهاردة واضح جدا ان انت مرهق واضح جدا ان انت مرهق تمام لما تلاقى ظروف زي كده واخد بالك لابد من انت تنتهز الفرصة اللي انت تشوف ايه اللي انت ممكن تعمله انه ممكن في لحظة لقدره لقبل المطش بساعة زي ما حصل النهاردة محمد صعب شلعب متصرف ازاي فلازم يبقى عندك التبديل وتوفيق فيه ان ان انت تشوف الدنيا ماشي ازاي طب نعتبر ان ده المطش اللي جاي يبقى شكلنا ازاي على المستوى الهجومي على المستوى الهجومي يعني انا في التقدير ان الاول في المكان محمد صلاح هو عزيزو ويعرف قبلها ما يعرفش ابن المطش لانه هو طبعا حتة اللي هو نزوله فجأة دي ونحية بتاعته كمان نحية التانية كيتجابها صعبة برضو ايمن اشرف بادوار هجومية قليلة مع عزيزو مش مكان عشان قلتلك يعني الجابها دي هجومية والجابها دي مبدأش اول نقرأ تعليقين ثلاثة قبل ما اخد رأيك في قصة المقترح لتقليل عدد الاجانب في الدوري الممتاز وان اللاعب الاجنبي يكون بيلعب عشر ماتشات على اقل دولية قبل ما ينضم لفريق احمد عبد التواب ده على صفحتنا كرة القدم طارق مو نفس اللاعبين ونفس المستوى حتى لو جبت احسن مدارف العالم قلنا من شوية اللي جاي احسن ان شاء الله ده محمد فتحي تمانية من عشر عبد الرحمن راشد ابو علي عون اسوأ اداء اللي جاي احسن ادهم خلاصة الكلام نقدر نقول الجيل ده خلاص مش هيعمل حاجة ننتظر فقط الجيل اللي بعده دي السالة تبدو شبيهة من الرسالة بتاعتك لكن ده انا الهالك بقالي فترة لكن لا ان شاء الله يعني لازم يعني لازم هم يفوقوا ويعرفوا قديين ناس مخبطة من المستويات ومن النتائج فوجود مستوى ونتائج وليزم اتحد الكرة لازم يطلع يقول لجمهور الكرة المصري احنا بنعمل واحد اتنين ثلاثة عشان خاطر في خلال ثلاث اربع سن نلاقي عندنا طفرة في كرة القدم لكن ما فيش حاجة خالص مديان بيقول مبارك ويسة بالنسبة لهاب جلال الفرق كلها قوية ان شاء الله الجاي احسن حازم شرف بيقول مفيش جديد نفس طريقة اللعب مفيش تفاهم خالص مفيش جمل تكتيكية الونش بيقول ربنا معاه مع ايهاب جلال يعني اشرف عاطف فؤاد انا لا قدري انتم تتحدثون عن اي انتصار ونحن نلعب المباركة باستاذ القاهرة هو فيه منتخب مصر مش شايف غير مركز شباب سعيد الخفاجي من ايام المعلم والمنتخب مفرحناش ومستوى اليوم لا يبشر بالخير فقط عندنا حراس للمرمى منير عموما هو مدرب محترم وهادئ ويجب دعمه لكن اللاعبين عندهم مشاكل وخاصة في اللياقة غنيا كادت تهزمنا بسبب اللياقة العالية دي رسالة محترمة جدا اه طبعا اضحة الشوت التانية بالظبط نقطة مهمة جدا اخيرا تعليقك على المقترح اللي بيدرسه اتحاد الكرة دلوقتي كابتن عليك على المستويين عدد الأجانب من خمسة الاربعة او ثلاثة وان يكون فيه شرط ان يكون لعب عشر ماتشاد دولية قبل ما ينضمن الدول المصر عشر ماتشاد دولية دي دي هتقطع عيش ناس كتير اه ان اي حد بييجي اه اي حد بييجي احد ممكن من يطلع مدينة البعوث ويجيبوا من مطار القاهرة ويقولك ده انا اتفق معهم تماما اللي احنا لازم لابد من ان اللعيبة بتاعتنا تلعب وتتطور ونفس الكلام على اللي انت بتتكلمه على اللعيبة نفس الكلام على المدربين اه نفس الكلام على المدربين بمعنى لابد عندنا مدرسة كروية في عنديات الدور الممتاز تستطيع ان هي تطور من اداء اللعبين الموجودة وتطلع منهم كرة طبعا اي حاجة في كرة القناة بتعتباد الاتحاد الكرة كابتن هلغاية دلوقتي بدون مدير فني الاتحاد الكرة ولا ليه لازم كابتن انا علمت انه كان الاتحاد الايرلندي ودي هتكلم عنها بشكل مفصل لاحقا بعت للاتحاد المصري بيقوله ان احنا عندنا استعداد نعمل برنامج لتدريب المدربين بتوعك فلم يرد الاتحاد مستنين بس رد على الايميل بالموافقة فاحنا نبعت فلم يرد الاتحاد المصري على الايميل فانت اساسا الرغبة في تدريب او تطوير مدربيك مش موجودة ومعندكش مدير فني الاتحاد يحط الستراتيجية انت معندكش مدرب منتخب اوليمبي بس خلي دي في نقطة في سياق اخر لكن اه فين الرغبة في التطوير بنوع الثلاثة اربعة ايام نتكلم بعد خسارة بطولة بس ايجوه صحيح مع شوية تعود حلوة ايجوه بلا اي دمفيذ وفلان مرشح فلان مرشح وده اللي جاي او على مساول الاندية والمتخبات ناكبت الحلم طولان من ثلاثة ايام استخدام من نادي اينبي بالضبط سبع دقايق فلان وفلان اقرب مرشحين اقرب مرشحين ارحمونا بقى ارحمونا بقى انا اقول لك بسبب صغير بس على المدير فن الاتحاد من خمس ايام نزل منشور من الاتحاد المسابقات موليد كذا وكذا 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 تمام ويعني فيه اشياء بدوننا طب انت النهاردة على واشاك اللي انت تعاين مدير فن الاتحاد طب ما تصبر يجي هو يقرر وتقعده مع بعض وتشوفه وجهات النظر وتشتغله على هذا الاساس طب انت النهاردة عايز مدير فن الاتحاد ليه ما ده حاجة صغيرة مقترح الغاء دوري 2011 ده ايه تأثيره عشان انا ما عنديش معلومة بس اكيد انت ممكن تفسر لنا ده مقترح النهاردة ان دوري 2011 موليد 2011 يتلغي الغاء المسابقة ده كان ضمن المقترحات بتاعت اللاعبين الاجانب هل فيه اي لا لا خالص ده هو رجع بطولة 2004 لكات ملغية واللعيبة تسراحة طبعا يا مح ازاي هنفهم اكتر الايام اللي جاي اه اه لا يعني يا جماعة والله لازم يعني احنا اللي بنقوله بنعيده بنزيده لكن طبعا الرسالة اللي جاي تجري كلها بس يعني احنا بننتقد لكن فيه رسالة بيقولك ان شاء الله اللي جاي احسن يا رب صح صح وانا متفائل ان شاء الله يا رب وقدينا انتصرنا كسبنا تلات نقاط احسن بكتير من عدم الفوز عارف ان الكلمة دي بتزعلك احنا باننا لكن ان شاء الله التطور يحصل لانه اكيد الفترة اللي فاتت ما كانتش يعني ايام مناسبة لان المدرب يحط بصمينته فلازم ياخد ففسده الكابتن يا رب ان شاء الله مشكرك شرفتني ونورتني كالعادة كابتن علان نبيل شكرا لحضرتك شكرا لكم اكيد كالعادة نورتونا مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز في اولى مواجهاته في تصفيات امم افريقيا بالمناسبة السنغال اللي لعبه مبارح بجمهور رغم انهم موقفين مباراة بين حضور الجماهير بسبب احداث ماتشوهم معانا في السنغال لانه العقوبة دي كانت من الفيفا فتوقع او تطبق على مباراة بينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني نستنى مباراة بيستضيفها السنغال في نصفيات كاس العالم مثلا هيطبق فيها هذا الامر تحيات كل فريد عامة في الماتش غدا اللقاء جديد في تمام الحديثة عشر مساء وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء